جمهور الأهلي أينما كنتم أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خطة أحمر أهلا بك يا وسلم أهلا بك يا فارس وأهلا بكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الأهلي خطة أحمر طبعا في بداية الحلقة وكالعادة هنا دايما بصلتنا هي توجهات النادي الأهلي ومواقف النادي الأهلي اللي دايماً بتنبع من إيمانه بقضايا بلاده وقضايا وطنه ودايماً بتكون في اتصاق مع المبادئ التي تأسس النادي الأهلي بدوافعها وبوازع منها وهي الدوافع الوطنية التي تدرك جيداً قضايا الوطن وقضايا الأمة عشان كده كان النادي الأهلي في منطلق الأحداث وفي الحدث وجزء من المشهد كالعادة لا ينعزل عنه ولا ينفصل عنه أبداً نزل النادي الأهلي بيان بيقول فيه وبيعرف فيه عن تضمنه مع الأشقاء في فلسطين وقال انطلاقاً من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود القطيب على التضامن الكامل مع أشقاءنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي ويدعو الله عز وجل أن يتغمد شهدائهم بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس ظهر اليوم طبعاً كالعادة النادي الأهلي وكمان بداية الصياق زي ما قال النادي الأهلي انطلاقاً من موقف بلادنا أو بلدنا وكالعادة النادي الأهلي بيكون حاضر كل الدعوات كل الدعوات أنا هنا مش هقدر أقول أن احنا بندعو لمصاب غيرنا لا احنا جزء من المشهد وجزء من الحدث نحن ننعي أنفسنا ونحن نحزن على أنفسنا ونحن نقرب عن تمنياتنا بالشفاء للمصابين اللي منا وكالعادة هي قضية واحدة كانت وسط الظلم بالتأكيد يا فارس هي قضيتنا وقضية الأمة العربية وقضية أكيد مصر على وجه التحديد يعني رحم الله شهداء يعني فلسطين ويعني ربنا يعني يقويهم ويثبتهم وينصرهم وينصر الحق دايماً وكالعادة ودايماً بنقول القضية هي قضية بهوية عربية وبالتأكيد النادي الأهلي لا ينفصل عن موقف الدولة المصرية وبالتأكيد كان موقف النادي الأهلي بالتضامن مع أشقاءنا في فلسطين هو موقف طبيعي جداً ومش استثنائي بالنسبة للنادي الأهلي كذلك هناك تأكيد على الموقف ده من خلال أن النادي الأهلي أرجى احتفالات بالتأكيد يعني منشآت في الشيخ زايد لأن النادي الأهلي شايف أن لا ينبغي أو لا يصح بالتأكيد إقامة أي احتفالات وأشقائنا في فلسطين بيتعرضوا لمثل هذا الأمر النادي الأهلي قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تأجيل افتتاح بعض المشروعات الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد والذي كان مكرراً له غداً الأربعاء نظراً لما يتعرض له أشقاءنا في فلسطين وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء من الغد في استخدام تلك المشروعات المشار إليها والاستفادة منها ده موقف النادي الأهلي اللي بالتأكيد هو موقف مصري أصيل تاني وتالت ورابع ربنا يخفر لشهداءنا من أشقائنا في فلسطين ويثبتهم وينصرهم بإذن الله لأنهم دائماً وأبداً بيدفوا عن القضية العادلة عن حريتهم عن أرضهم طبعاً موقفنا واضح وكلامنا كان هو لازم يكون البداية لكن أيضاً النادي الأهلي على المستوى الرياضي لديه بداية جديدة لديه بداية في بطولة جديدة بطولة مختلفة تحدي مختلف يمكن كان البعض بيتحدث عن أن نادي سانداونز لن يستكمل بطولة السوبر ليج أو لن يبدأ فيها لأنه هو ما كانش لسه خاد أي جولتها نتيجة تعارضها واستغلوا الناس الموقف وعشان تشوفوا وعشان تعرفوا ثم جاء سانداونز اللي قال أنه هو اجتمع مع الرابطة الخاصة بمصابقة الدوري في جنوب أفريقيا وأكد أنه هو مستمر في المصابقة المسابقة يا جماعة اللي كالعادة النادي الأهلي بيحاول يكون في البدايات هو اللي له الرصيد الأسبق هو اللي له التفوق ومين يقدر يعني يكون أكتر من نادي الأهلي مرشح للبطولة دي عندنا مباراة الأهلي القادمة يوم 20 أكتوبر يوم الجمعة المقبل إن شاء الله مع نادي سيمبا مباراة صعبة في تنزانيا مباراة حتكون مش بالسهلة في ظل فريق يعني ربما الأمور في كرة القدم دائما يعني العارف بأمور كرة القدم مش كل حاجة هي أرقاو ومش كل حاجة هي تسويق ومش كل حاجة هو قيمة سوقية أكيد دي أمور بتأخذ في عين الاعتبار ولكن لازم تحط كمان في عوامل وده اللي بنشوفه في الكرة اللي دايما فيها مفاجآت وفيها استثناءات وفيها فرق لما بتتمتع بأفضلية بتعوض نقص حاجات تانية فريق زي سيمبا على ملعبه طبعا قابلناه أكتر من مرة وشوفنا إزاي بيكون فريق شرس تاريخ مواجهتنا معاه مش التاريخ اللي فيه الأفضلية الكبيرة جدا أو التفوق الكاسح وده بيدل إن فريق بيعرفي لعبك كويس سيمبا كان معانا في أكتر مرة في المجموعة شوفناه بيتصدر سيمبا فريق عنده لاعبين جيدين سيمبا فريق لازم تقدم ليه الاحترام عشان تبدأ بداية طليق بالفريق اللي بيسعى لحصد اللقب وحصد البطولة وأكيد النادي الأهلي لو دخل أي بطولة وتحطي اسمه على الورق فهو المرشح الأول بلا شك بالتأكد يا فرس ودليل على قوة سيمبا أنهم متواجد ضمن 8 فرق تم اختيارهم يعني حسب موقعهم الجغرافي وحسب تصنفهم كمان في الاتحاد الأفريقي وبالتالي ده بيديك مؤشر عن قوة الفريق الفترة الأخيرة أضف إلى ذلك الحجد الجماهيري اللي بيسعى ليه دايما نادي سيمبا خاصة في مواجهة النادي الأهلي أو ربما لأننا بنهتم بنادي سيمبا وأخبار نادي سيمبا يعني لما يكون فيه متواجد معنا في أي مجموعة أو في أي مبارات فبنلاقي دايما قصة الحجد الجماهيري والحماس الرهيب جدا لدرجة أنت العيب توم في ظل أزمة بيعاني منها العالم كله وهي فيروس كورونا وكان فيه 30 ألف مشجع متواجدين داخل استاد وطبعا يمكن فاز فريق سيمبا في المورادي بهدف لميكي سوني ميكي سوني الذي لم يحقق النجاح مع النادي الأهلي ولكنه دائما وأبدا يحقق النجاحات مع نادي سيمبا نتمنى أن تتوقف هذه النجاحات إن شاء الله ويعبر النادي الأهلي إلى الدور التالي في البطولة لكن جانب الدوري الأفريقي كان هناك قرأة دوري أبطال أفريقيا اللي طبعا أصفرت عن وقوع النادي الأهلي في مجموعة فيها شباب بلوزداد وفيها يانج أفريكنز وأيضا ميدياما بطل غانا ويمكن الاسم ده جديد على يعني مشجاية كرة القدم المصرية لأنه في التصنيف الرابع ودي طبعا مباريات النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هنبدأ بميدياما الجولة الأولى 24 أو 25 نوفمبر يانج أفريكنز والأهلي 1 أو 2 ديسمبر الأهلي والشباب بلوزداد 8 أو 9 ديسمبر شباب بلوزداد والأهلي 19 ديسمبر ميدياما والأهلي 23 فبراير أو 24 فبراير والأهلي وينج أفريكنز آخر مباراة في الست مباراة هتكون تاريخ 1 أو 2 مارس بالتأكيد النادي الأهلي هو حامل لقب هذه البطولة من بطولة لبطولة يا فارس بتتكلم عن بطولة الدوري الأفريقية 8 فرق بتتكلم عن بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي انت حامل لقبها وآخر 4 سنوات انت واصل للمباراة النهائية ومحقق 3 ألقاب بالتأكيد جماهير النادي الأهلي محتاجة تشوف النادي الأهلي محقق كاس البطولة المستحدثة وبطولة دوري أبطال أفريقيا البطولة المحببة لدى جماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي بيحمل الرقم القياسي في تحقيق هذه البطولة طبعا هو تحدي كبير للنادي الأهلي وأنا كنت قلت قبل كده يعني هو الموسم الأصعب في تاريخ النادي الأهلي ويمكن كان أشار كابتن محمود الخطيب إلى التحديات اللي حتقبلك الموسم ده وأنا بشوف وقلتها مهما قرنت بأي موسم مستحيل قلت لو عندك موسم لعبت فيه كاس العاملة الأندية أكيد ما كانش فيه حتى فكرة السوبرليج فده أكتر موسم النادي الأهلي خاط فيه بطولات قرية وحيكون موسم صعب وموسم مرهق ولكن قرعة النادي الأهلي جاءت يعني أنا مش عايز أقول كلمة سهلة لأن أنا بشوف كلمة سهلة دي كلمة في كرة القدم يعني مش موجودة أنا لما بكلمك أن أنت بتكون مع فريق زي سمبة ثم تأتي تاني في المجموعة قبل كده كان مجموعة فيها النجم الساحلي وسمبة فأنت فكرة كلمة سهلة ده مصطلح غير وقعي ولكن أقدر أقول مجموعة متزنة جداً أن أنت بتلعب مع شباب بولزداد وينجي أفريجانس وميدياما وعايز أقول حاجة يمكن ناس كتير بتقول لا إحنا على سبيل الدعابة طبعاً إحنا عايزين نطلع تاني مجموعة عشان بنتفائل أن النادي الأهلي لا أنا عندي وجهة نظر مختلفة تماماً أنا للنادي الأهلي يا جماعة أنه هو يتصدر مجموعته ما ينفعش النادي الأهلي بكل قوته وبكل الاسكواد اللي عنده وبكل قيمته وعراقته التاريخية داخل القرى وبكل أسباب وسبل تفوقه سواء على المستوى الفني أنت معاك أفضل مدير فني داخل القرى وإنت مغمض وده يا جماعة بسي بي وبأسس أنت بتقيم بها المدرب ومعاك أقوى فريق كقيمة تسوقية يعني لو إحنا حتى مش هنتكلم عن وجهات النظر الفنية هنتكلم بالأرقام فأنت كقيمة تسوقية الأعلى داخل القرى ومعاك ساندونز يليك على طول وعلى مستوى الإطار الفني أو مستوى الجهاز الفني لديك الجهاز الفني الأقوى داخل القرى فأنا ما ينفعش أكون بتكلم في فكرة تاني المجموعة النادي الأهلي أنا الأوان أنه هو يتصدر مجموعته النادي الأهلي أنا الأوان أنه هو يعرب عن قوته داخل دور المجموعات وأنه لا يليق أنه نحن نقعد كل مرة ندخل في حسابات التأهل ثم تأهل ثانيا ثم تلاقي مواجهات لأنه يا جماعة حتى ده بيديك أفضلية نسبية في مواجهة تاني المجموعة اللي أنت هتلعب فيها بعد كده وأعتقد كان معنا بعيداً بقى عن النادي الأهلي كان معنا أيضاً صورة قرعة بطولة الأمم الأفريقية ومن النادي الأهلي إلى منتخب مصر منتخب مصر قرعة قوية في بطولة الأمم الأفريقية مش قوية على مستوى الأرعة ولكن قوية على مستوى البطولة أنا أشوف أن البطولة قوية جداً كل الفرق تقريباً اللي هي لها باع وليها قدرات كانت وصلة وما فيش يعني مفاجآت طبعا مجموعة منتخب مصر في جروب بي مع غانا ومعها كاف فيردي الرأس الأخضر ومعها موزنبيق أعتقد مجموعة متواجدة أيضا جدا خلينا نقول كل المجموعات برضو عندك المجموعة الأولى كوتيفور ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو مجموعة مصر المجموعة الثانية مصر وغانا وكاف فيردي وموزنبيق المجموعة الثالثة السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا المجموعة الرابعة الجزائر وبركينا فاس ومورتانيا وأنجولا المجموعة الخامسة ودي بتشهد بقى يعني أبناء النادي الأهلي تونس علي معلول ومالي أليو ديانجي وجنوب أفريقيا بيرسيتا ومعاهم ناميبيا المجموعة الستة المغرب والكنغو الديمقراطية وزنبيا وتنزانيا أعتقد المجموعة الخامسة هي أقوى المجموعات ولكن أنا شايف ما دون ذلك لا بطلناها رضا يعني يمكن رضا زملنا في العادات بيقول لأقولوا التوقعات يعني الأولى كوتبور ونيجيريا تخلينا لما نقرب بتخسر أنت دايما أنا لازم أقول كده من الناس ناسية طيب أكيد لما نقرب للبطولة نبقى نعمل تحدي التوقعات لأن وقتها كان ناس يعني أعتقد أفريس برضو كاف فيردي يعني كاف فيردي تطور للفترة الأخيرة بشكل كبير جدا وعشان كده المجموعة بالنسبة للمصر مهانا النتائج بالنسبة للمصر وأداء مصر برضو مش مطمئن بشكل كبير وإن كان مصر هتبدأ بذكرات 98 مركينة فاسو هتلعب موزنبيق 14 يناير حتى غانا وهتلعب مع غانا 18 يناير وتختم بكاف فيردي 22 يناير المجموعة تستحق مصر أنها تتصدر باسم مصر وتاريخ مصر في بطولة أم أفروكية ولكن الحقيقة مستوى منتخب مصر مستوى منتخب مصر يخلينا نقلق لأن اللي بنشاهده من ما يقدمه منتخب مصر مع روي فيتوريا الحقيقة لا فيه تراجع تام جدا في المستوى بدأت قال أصل موراة تونس كانت بسبب عدم وجود لعيبي النادي الأهلي القصة باختصار شديد أن على روي فيتوريا أنه يقصر الشمعات اللي هيعلق عليها نتائج الأداء الغير مناسب على الإطلاق أو غير المناسب على الإطلاق لأداء منتخب مصر له اسمه الكبير في قارة أفريقيا هو اللي بيحمل الرقم القياسي في تحقيق بطولة أمم أفريقيا أعتقد المجموعة باسم مصر هي مجموعة في المتناول جدا ولكن بالمستوى اللي بيقدمه المنتخب حاليا اللي نتمنى على بدء البطولة يكون الوضع مختلف يكون قدر روي فيتوريا يحط إيده على التشكيل الأمثل لمنتخب مصر والحياة فارس المستوى اللي بيقدمه منتخب مصر خاليا نقلق وتحديدا أن مش لازم كل العيبة تكون لها حجزة مكانة في التشكيل الأساسي حتى لو هي ما بتقدمش المرجوع الفن المنتظر ده منتخب مصر مفيش لها يا جماعة أكبر منتخب مصر مهما على شأنه أو اسمه في النهاية أنت بتلعب كورة قدم أنت النهاردة غير موفق يتتغير تبدأ تلعب بناس تانية عندها طموحات وعندها شغف وأدرة أنها تضيف يمكن شفنا البطولة العربية في غياب المحترفين وده ليس تقليل من شأن المحترفين مع كارلوس كيروش عملوا أداء أشدنا بيه كلنا ووصولهم للمربع الزهبي في البطولة العربية اللي كانت قبل التصفيات النهائية للصعود لكأس العالم نتمنى يكون فيه المستوى الفني هو الذي يحكم وليس اسم اللعب وما فيش مكان في منتخب مصر محجوز لأي حد وأتمنى من روي فيتوريا يتحرر من كل القيود من أجل تقديم مستوى مستوى يليق بقيمة المنتخب المصري مجموعة زي دي أنا شايف أننا المفترض نتصدرها لأن جاينا مستوى متراجع كاب بردي آه بتتطور على مستوى كاب بردي ولكن مش هالفريق المؤلع ومزنبيك نفس القصة طيب أنا متفق معاك عسامة جدا وشايف مخاوفك في محلها ويمكن يا جماعة لو نفتكر كده ريني فايلر وهو بيدرب النادي الأهلي كان دايما الناس تيجي تقولي أصل اختباره في الدوري مش هو الاختبار الحقيقي ده الاختبار في أفريقيا هو الاختبار الحقيقي ثم هكذا لأ أنا بقى شايف لو هنسقط المقولة دي فعلا أنا شايف إلى الآن أنا ممسكتش مباراة لرويد فيتوريا أحس إن دي كانت اختبار حقيقي اختبار قوي جدا اختبار على مستوى التنافسية والندية وحس إن المنتخب مالك أدواته مع احترامي كل الفرق اللي قابلناه في التصفيات كل المبرارات السابقة أنا بشوف أن أول اختبار حقيقي ليا وإن كان تونس كان اختبار ولكن مش عايز أقف عنده لأنه ربما كان ليه مبررات حتى لو أنا مش متفق عليه ولكن كان فيه مبررات أنا بقول إن مبرارات الجزائر هي أول بالنسبة لي على الأقل أول اختبار حقيقي بمعنى اختبار متكامل من كل المعطيات والظروف اللي أقدر أشوف فيتوريا وصل مع المنتخب للمرحلة إيه لأن أنا مع كيروش مع هيكتور كوبر مع بعض المدربين كنت بشوف إن أنا ماسك أداء الفريق حتى لو مختلف على الأداء حتى لو مختلف على طريق الأداء دي مش مدرستي مثلا أنا محبش الفريق اللي بشجعه يلعب كده دي قصة هانية ولكن أنا عارف الاستراتيجي بتاعتي في الملعب قائمة على إيه أنا عايز أقول إلى الآن مع فيتوريا والله أنا مواصل لفكرة ربما يعني لعب عندنا بس ربما أنا على المستوى الشخصي مش واصل وأنا بتفرج لفلسفة الفريق إيه على مستوى الدفاع في الأجنحة انت واصل الفورميشن بس اللي بيلعب بس مستوى الأداء ده أنا عندي تحفظات كبيرة جدا عليه كمان اللي أنا عايز أقول يا جماعة إن منتخب مصر قدم نسخة كبيرة جدا في كاس الأمم الماضية ربما البعض يظل فاكر قصة المستوى وطريقة اللعبة ولكن إحنا قابلنا فرق كبيرة قابلنا كدفار قابلنا وقدرت تقصيها وقدرت تنتصر على المغرب في حاجة ما بتحصلش تاريخيا كانت منذ سنوات ومن التمانينات فإنت عندك كمنتخب مصر يتعرضت الاختبارات شارسة هل أنا شايف إن المنتخب حاليا في حتة تقولي إن لو تعرضت الاختبارات ممثلة أنا مش حسبة بالحكم عاستنى نشوف مباراة الجزائر تقولي يا أسامة إحنا بعيد ولا قريب ولا لا ده إيه لأن أنا عايز أقول إن المواقع هتكون شارسة جدا بالتأكيد ومش عايزين نرتكن لتجربة بلجيكا لأن الحقيقة بلجيكا ما قدمتش مستوى مأمول في كأس العالم ودي كانت تجربتها الأخيرة قبل كأس العالم فمش عايزين نعف عند المباراة دي إن المباراة دي هي الفارقة والمباراة دي هي الاختبار الحقيقي لا أنت عندك اختبارات من وجهة نظري ما قدرش تقدم فيها قناعات للجماهير كرة القدم المصرية ونتمنى بالفعل إن منتخب مصر يقدم مباراة على المستوى الفني والمستوى التنافسي أمام منتخب قوي زي منتخب الجزائر طالق باسم سمعة كرة القدم المصرية لأن الحقيقة ده اختبار من كل الوجوه داخل الملعب وخارج الملعب ومن كل الوجوه نتمنى إن شاء الله إننا نعبر الاختبار ده ونقدر إننا نقدم ما يبص الثقة في نفوس جماهير كرة القدم المصرية البعض بيتحدث عن غياب الشغف عن مباراة المنتخب الحقيقة له أسباب متعددة كتير جدا لو قعدنا هنا هنتكلم كتير جدا عن أسباب غياب الشغف وأنا مش هقدر حصيرها في اتحاد الكرة فقط لغير ولكن السبب أكيد من الأسباب تطبيق اللوايح والقانون على الجميع بيخلي الكل يلتزم تجاه هذه المنظومة الرياضية فده جزء من الأجزاء لكن جزء آخر مرتبط بمستوى المنتخب المنتخب لما بيقدم كرة قدم حقيقية بنلاقي كل جماهير كرة القدم بتلتف حول المنتخب وآخرة وإحنا بنصل مباراة طلو مباراة لنهاية أم أفريقيا المضايا كان عندنا قناعات والجماهير بارئت تصق في الفريق بشكل كبير جدا وتدعم الفريق بشكل كبير جدا وتحتفل بنجاحات الفريق بشكل كبير جدا برغم أن أنت لعبت أدوار إقصائية صعبة جدا 120 ديئة طول الوقت حتى المباراة النهاية وطلعت الجماهير راضي عن المنتخب وإنت بتخسر بطوله فالقصة أيضا مرتبطة بمستوى اللي بيقدمه المنتخب طبيعة وفلسفة لعيب المنتخب وإن هما يكونوا مهتمين بما يهتم بيه الشارع الرياضي المصري والشعب المصري دي برضو فيه نوع جاب كبير جدا مبين لعيب المنتخب وشوفنا في 2019 إلا حصل في أزمة شهيرة وبعض اللاعبين بدأت يعني تشير لجمهير المنتخب بعلامات مختلفة علامات استهجان شوفنا المباراة الأخيرة فكل ده كل ده أكيد أكيد بيخلي شغف الجماهير بمنتخب مصر أقل نتمنى نتمنى أن المنتخب يبدأ من المنتخب وأتمنى المسؤولين عن كرة القرار المصري يبدأوا من المنتخب حتى يعود شغف الجماهير مرة أخرى لمنتخب مصر لأن الأسباب كبيرة جدا وأعتقد اللي مش ملاحظ المشكلة دي فهو بالفعل عنده مشكلة نشوفكم بعد الفاصل وباقي فقرات الأهلي خطع ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر أكيد برضو محتاجين نرجعكم لأجواء النادي الأهلي يمكن ما كناش معاكم الأسبوع اللي فات وفوز النادي الأهلي على الإسماعيلي وأعتقد النادي الأهلي يا جماعة يعني هو من يقال عنه حرفيا واثق الخطوة يمشي ملكا أعتقد خطوات النادي الأهلي كلها خطوات قوية منذ مبارات اتحاد العاصمة وأنا اعتدت مع هذا الرجل مارسي الكولر أنه يدير أزماته بمعنى إيه؟ أنت بتقيم الشخصيات عموما مش والدنيا ماشية ستيب لا خالص الفكرة يعني والدنيا ماشية كويسة والأمور ماشية كويسة من غير أي انتكاسات ده الطبيعي أنك تؤدي والطبيعي أنك تجيد ولكن عايز تقيم شجاعة البعض وقدراتهم على اتخاذ القرار شوف اللحظات اللي فيها الإخفاق دايما تشوف المدير الناجح هتفرش منه بالبلد كده هتفرط منه هتوسع منه هتبدأ الدنيا المشكلة الصغيرة توصل لحتة كبيرة واللي هيعرف يلم طب التجربة قالت لنا إيه؟ لأ قلت لك مع مارس الكولر هو مدرب يجيد يجيد فن إدارة الأزم بعد كسل عامل الأندية وقصة لعبنا مركز رابع طب ريال مدريد طب في لامينجو والعودة إيه دري يلم بعد سان داونز والخماسية الشهيرة انتهت بطل في المباراة اللي بعدها كلها عبرت عن شخصية استثنائية وتعامل فني وتعامل نفسي قمة قمة البراجمتائي من انت عارف عايز تحقق ايه والغاية تبرع الوسيلة هو لكن دي عقلية مدرب وقدرات مدرب وأكيد توفير قدرات من نادي وبيئة من نادي ما بتحسبش بالقطعة على الجانب الآخر أيضا بعد مباراة اتحاد العاصمة على مستوى كل شيء انت قادر على مستوى الأداء على مستوى البطولات المختلفة على مستوى تعبيرك عن شخصيتك وان البطولة دي تحولت لحافز والراجل ده قال الكلام ده في المؤتمر الصحفي يعني ما جاش عشوائي عشان كده دايما تشوف النادي الأهلي بعد الأزمة فأعتقد ان احنا محتاجين نفكركم ببعض الإحصائيات في الدور المصري يعني زي إحصائيات الدور المصري عدد الأهداف 64 هدف أقوى هجوم النادي الأهلي سبع أهداف أقوى دفاع النادي الأهلي وفيوتشر هدف وعدد رقلات الجزاء أسامة 16 بالتأكيد هو النادي الأهلي محق العلامة الكاملة في الدوري والأهم من العلامة الكاملة هو الأداء المتميز على الناحية الهجومية والناحية الدفاعية وعجبني جدا رد مرسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الإسماعيلي لما البعد تحدث عن أزمة دفاعية فقاله لو أزمة دفاعية عندي كنت خسرت المباراة دي الحقيقة انت بتتكلم في بداية موسم بتلعب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بتلعب أمام فريق سان جورجي الأسيوبي زهاب وعودة بتفوز 3 و 4 بتلعب قدام المصري بمدير فني يعني زي الكابتن علي ماهر بيكون متحفز جدا مراتي النادل آلي ومدير فني كبير في الدوري المصري وأثبت كفاءته في أكتر من فريق بتلعب قدام النادل الإسماعيلي مع كابتن إهاب جلال اللي كان مدير فني المنتخب مصر حتى لو كانت تبدأ بالمعنى الأصح ولكن في النهاية ترشحه لتولي قيارة منتخب مصر ده بيقولك قديه فيه مدير فني حق نجاحات كبيرة ومع ذلك بتفوز بربعية على المصري بتفوز بسلسية على الإسماعيلي تستقبل فيه خمس مباريات هدفين فقط لغير منهم هدف من رقل الجزاء وتيجي تتحدث عن أزمة دفاعية أو ضعفة فاعلة أنا ممكن أتفاهم أنت تقول الثقة الزايدة عند مدافع النادل آلي اللي بالتأكيد كانت سبب في استقبال هدف غير مبرر بالنسبة لي وأضع مجهود كابتن محمد الشيناو في الحفاظ على الكلين شيت لأنه قدم مباراة متميزة الحياة وبيقدم مستوى متميز جدا الفترة الأخيرة وبيرد في الملعب والحقيقة مفيش الحارس مرمى يقترب أنه هو ينافس وده بجد مصطفى شبير مش كابتن محمد الشيناوي حقيقة الدوري المصري اتضح لنا أن كابتن محمد الشيناوي بعيد قوي عن أقرب منافس لي في مركز حراسة المرمى واللي قدمه مصطفى شبير وتحديدا في نهاية أفريقيا بيقول أن حتى بديل كابتن محمد الشيناوي بشوف من وجهة نظري أنه هو بعيد حتى عن المستويات اللي بتنضم لمنتخب مصر وده شيء إيجابي جدا فبالتالي القصة في الأزمة الدفعية غير موجودة إلا إذا كنت تتكلم في ثقة زيدة دي موجودة وده لابد لا بالتأكيد من وقفة لأن في بعض المباريات لازم أنت شايف الفرق الفني بينك وبين المنافس تبقى بتكتهد وتعرف أن قرة القدم ملهاش أمان جميل جدا أنك تكون بتلعب بثقة جميل جدا تبقى عارف أن إمكانيات لعبي النادي الأهلي أو لعبي النادي الأهلي بقى عارفين إمكانياتهم أعلى من إمكانيات المنافسين جميل جدا تبقى عارف أن أنت فرصك في تحقيق الفوز أكبر من المنافس لكن لو ارتكنت لده هنا الخسارة على طول قرة القدم بتعاقب المستهتر قرة القدم بتعاقب من لا يعطيها وده ربما كان سبب خسارتنا يعني السوبر الأفريقي مع بعض الأخطاء التحكمية ولكن في النهاية أنت كنت داخل قضام من البطولة لا خليك واسق وإنت فعلا أعلى إمكانيات في أفريقيا أنت أفضل سكواد موجود في قرة أفريقيا حتى لو البعض بدأ يتغنى بأندية أخرى على أرض الملعب على أرض الواقع أنت الاسكواد الأفضل ولكن وإنت شايف ده تبقى شايف أنه قرة القدم بتحتاج اللي يبزي المجهود عشان يقدر يحقق الفوز وتاريخ النادي الأهلي كله هو كده أمان روح الفنانة للحامرة جات منين روح الفنانة للحامرة والأهلي بمنحضر والكلام ده كله جاء من خلال كفاح على أرض الملعب من خلال احترام للمنافس حتى لو أنت عارف من جواك أن إمكانياتك أعلى من المنافس لكن لابد من احترام للمنافس وعشان كده أنا أتمنى مرسل كولر وأعتقد هيقف عند الهدف اللي استقبله النادي الأهلي أمام الإسماعيلي في الوقت القاتل من المباراة ربما هدف يعني لم يغير بالتأكيد في نتيجة النبرة ولكن بالتأكيد هيكون فيه وقفة مع خط الدفاع ومع العيب النادي الأهلي أن أنت تكون عندك القدرة طول الوقت تحترم المنافس وتلعب بثقة ولكن بمنطها القوة وتلعب على أن أنت تسجل أكبر عدد من الأهداف ولا ترتكن لنتيجة فدي كانت نقطة مهمة جدا ولكن النادي الأهلي لو استعرضنا جدول ترتيب الدوري هتلاقي لعب مباراتين فقط لغير لأنه عنده مباراة سيراميكا كوليو بطرة تم تأجيلها بسبب مواجهة النادي الأهلي مع سان جورجي الأسيوبي هتلاقي النادي الأهلي متواجد في المركز الخامس برصيد ست نقاط أقوى هجوم سبع أهداف عنده استقبل هدف واحد فقط لغير واللي هو في مباراة الإسماعيلي لكن مدر نفيوتشر بيحقل علامة الكاملة زي النادي الأهلي ولكن هو لعب ثلاث مباريات قدر يفوز في الثلاث مباريات وقدم مستوى متميز سموحة لعب ثلاث مباريات فاس مباريات وتعادل مباراة عنده سبع نقاط زد الحقيقة الصاعد حديثا للدوري لعب ثلاث مباراة فاس مباراة وتعادل في مباراة كانت مباراة حمسية جدا مع البلدية أيضا برامد لعب ثلاث مباريات وحق نفس نتيجة زد وسموحة فوس مباراة وتعادل في مباراة 2-2 مع الزمالك الأهلي لعب مباراة فاس مبارتين وده النادي المصري اللي لعب ثلاث مبارات فاس مبارتين المباراة الوحيدة اللي اخسرها هي موجة النادي الأهلي يا فرس ودي اللي كانت جاية بعد المباراة أو خسارة النادي الأهلي في السوبر الأفريقي اللي النادي الأهلي قدر إنه هو يوصل رسالة لجماهيره لا إحنا قادرين واعتذار ضمني بربعية في شباك النادي المصري اللي حقق بعد كده فوزين وصل لنقطة السبس لا ده أنا عايز أخد بقى من كلامك في الحتة دي وأكد على نقطة ربما البعض احنا جماعة بيعتقد إن النادي الأهلي بيحقق النتاج دي عشان هو فيه مخيلته المصري بتاع السنة اللي فات أو الإسماعيلي بتاع السنة اللي فات لا جماعة كرويا وبالورقة والألم والأرقام النادي الأهلي بيكسب عشان الأهلي كويس قوي مش شاله قدامه ضعيف خاطص المصري مدون الأهلي حقق نتاج إجابية جد الإسماعيلي مدون النادي الأهلي بيحقق أداء وبيلعب كرة مختلفة خالص مع كابتن إيهاب جلال وللحقيقة وللأمانة كابتن إيهاب جلال مطلع مع الإسماعيلي كرة مختلفة جدا تمبو مختلف إقاع مختلف في الملعب حركة مختلفة لللاعبين لمركزية كرة كويسة جدا للأمانة الواحد يعني ما يقدرش فقط لغير مباراة زد الأولى اللي كان لسه الفريق لم يستططر بشكل فني ومقارنة كمان بالإسماعيلي المسلم اللي فات حتى مباراة زد النادي الإسماعيلي كان منافس فيها وكان بيقدم شكل جيد خصوصا أن زد فريق مش بالضعيف فجماعة لازم نقف عند النقطة دي النادي الأهلي بيحقق نتائج عشان هو كويس وكويس أوي كمان النادي الأهلي بيعرف يكسب النادي الأهلي بيعرف يحفظ على شباكه كويس أوي وده مهم لأن في ظل المنظومة الهجومية دي كنا بنشوف بعض المدربين للنادي الأهلي زي مثلا جاريدو عندهم أفكار هجومية جيدة والنادي الأهلي بيلعب بالكرة فيها انتشار جيد هجوميا وفيها لها مركزية وفيها قدرة على التمرير بسلاسة ولكن عندك مشكلة دفاعية كبيرة شفناها قدام الإسماعيلي مع جاريدو شفناها الناس اللي هترجع بالذكرة مباراة الاتحاد الربعية ده قصد منه ايه؟ المعدلة ان انت تلعب كرة هجومية بالشراصة دي ويكون عندك الاتزان الدفاعي ده هي أصعب حاجة في كرة القادر وانا دايما بشوف مع اي مدرب المدرب يا جماعة اللي بيعرف يوصل للتوليفة دي ان انت مع النادي الأهلي لان انت مع احترامي فيه فرق ربما تقول وهنا الكلام يا جماعة والله العظيم ليس على سبيل أهلي وزمالك وإسماعيلي لا بس فيه فرق ربما بتتكلم انها بتلعب أحسن كرة فن وهندس بس على أرض الملعب بتلاقي لما انت بتلعب كرة مش استباقية كرة تفاعلية مع مدربين بيلعبوا على رد الفعل بتحقق نتائي الكرة دي مع النادي الأهلي مختلفة شوية النادي الأهلي جماعة التركة بتاعته مع المشجع الأهلاوي هي ان انت تكون هجوميا بتلعب كرة بشخصية ان انت فريق بطل مش فريق رد فعل أبدا وفي نفس الوقت يكون دفاعك متزن جدا ويكون دفاعك وقدرتك الدفاعية وطح وعشان كده انا بشوف ان دي معدلة صعبة قادر يوصلها مرسي الكولر مع النادي الأهلي تأكيد يا فريس عندنا برضو نقطة حابين نشير اليها يعني هو إنجاز بيتحقق في ألعاب الصلاة سواء كرة اليد أو يعني كرة السلة وأيضا كرة القدم انت بتحق ثلاث بطولات أفريقيا يد بطل أفريقيا بالتأكيد مبروك لفريق كرة اليد اللي حق البطولة يعني أيضا عندك كرة القدم كانت هي بطل الأفريقيا على حساب الوداد البويضاوي المغربي وأيضا كرة السلة كانت أيضا حققت لقب أفريقيا وشاركت فيه مونديال الأندية عندك كرة القدم يشارك مونديال الأندية كرة اليد مونديال الأندية كرة القدم مونديال الأندية ده شيء إيجابي جدا نتمنى الفريق كرة الطيرة إن شاء الله إنه حق بطولة أفريقيا القادمة إن شاء الله ولكن كرة السلة حققت اخفاق أيضا في البطولة العربية وده كان سبب يعني لاجتماع النهاردة الكابتن محمود الخطيب مع المدير الفني إيجوستي لوضع النقاط حول على الحروف فيما يخص كرة السلة في النادي الآلي والأمور الفنية المتعلقة بكرة السلة إن شاء الله تعود كرة السلة سريعا مرة أخرى لحظد الأخضر واليابس كما اعتدنا لكن معنا يا فارس الكابتن ناصر عباس خبرنا التحكين تحكين الكابتن ناصر عباس وكالعادة يعني أنت أعتدتوا أن كابتن ناصر عباس بيكون دايما الآلي خط أحمر مهتم بالتحكين وفاكرة فارجوم أصبح فاكرة لها بقى عند مشاهدي النادي الآلي تاني هي تحلت بفكرة إن بتشوف دايما التحكيم بعين مختلفة وبشكل مختلف وأكيد كابتن ناصر عباس من الناس اللي داخل قناة النادي الآلي مشهود ليهم من كل المراقبين لعملية التحكيم دايما بنزاهة قراءه وفكرة عدم الانحياز إنه هو في قنافة قوية وده الشيء اللي بنحترمه دايما عليه كابتن ناصر منور قناة النادي الآلي بيتك أكيد وبرنامج خط أحمر اللي أكيد بيتشرف دايما بوجودك معي تحياتي لك يا فارس وبشكرك على كلامك الجميل وتحاتي الوقتامة وتحاتي لكل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان خلينا أقول بس أنا بحييكو بأمانة مش مجاملة والله والله بأمانة برنامج محترم بيترح القضايا بشكل ثالث وسهل وفي نفس الوقت بيدي الحلول بحييك وبحيي فري العمل معاك وبحييه أسامة بحييه فعلا حاجة جميلة جدا وحاجة مصلحة نشكرك جدا كابتن ناصر ودايما يعني كلامنا فيك في محله بالتأكيد وعشان كده احنا جايبينك بقى تكلمنا عن الجولة التالتة وظواهر التحكيم في الجولة التالتة خاصة ان البعض بدأ من بدر قوي يشن هجوم على رئيس لجنة الحكام وبيصل الامر الى توجيه تعليمات للحكام بعدم الانسياع لكلمات او توجيهات رئيس لجنة الحكام أسامة خليني في البداية نقول انت كلمت في نقطة مهمة جدا حضرتك وفارس وهي الظاهرة اللي هي تمت خلال التالت جولات اعتقد اللي انت بتقول ده محدش راح يعني ايه الظاهرة يعني فيه حاجات اخطأت قرارت في التالت جولات ولما تكون فيه ظاهرة لابد يتم يعلاجها من خلال لجنة الفنية في احد الكرة لجنة الحكام وبيتور بغيرة وانا تاني بقول ان من خلال كارت احمر لما بنطرح الظاهرة او الظاهر اللي حفرت بنقول ايه هي الظاهرة وبنقول ايه هي الظاهرة ما بين 26 حكم ساحة 26 حكم راضع ايضا 52 حكم مساعد 52 حكم طارق نتكلم في المجمل 156 حكم عدارو 26 مضرط في التالت جولات نتكلم الاول على الظاهرة كابتن قسامة ولا نروح للحالات وبعدين نختل نروح لحالات الجولة نروح لحالات الجولة يعني حالات الجولة التالتة الاول حضرتك تستعرضها معنا بالمباريات عشان نقدر بعد كده نروح للإستنتاج اللي بيتكلم عن التحكيم في محور عام أو بتقييم عام ممتازة كابتن فارس ممتاز نروح بقى للحالات يعني عندنا المباريات مبارات الأهلي والإسماعيلي نبدأ بها طبعا بحكم ان النادي الأهلي أحد أطرافه المبارات النادي الأهلي والإسماعيلي طبعا عارفين انه كان حاكم البراء كان فيها محمود البنة وكان حاكم الفوار يا فارس كان عمر الشي اول حالة معنا عاوزين نفسر للناس ونوضح هنا الكرة هترتد من القائم أو من الحارس وهتروح للزميل اللاعب اللي بيسدد بنشوف موقفه فين يا أسامة أو اللاعب طب اللاعب ده لو كان في موقف تسلل وارتدت الكرة من الحارس أو من القائم وهو استفاد من الموقف اللي هو كان فيه بيبقى فيه تسلل الآن بالحالة دي أو انت حتاك جيبها عشان نرصح ان هنا كان في بيرس تاو في موقف تريم عندما تم تصفيد الكرة من اللاعب ناد الأهلي ترتدي ببرس تاو من طالح الحكم اللي كان متميز في هذه المباراة هدف صحيح لبيرس تاو ده تسجد تسلل في هذه الحالة تمام جدا عندنا حالة يعني البعض تحدث عن مطالبة النادي الإسماعيل ده طبعا بلمسة يد أو براكل الجزاء نتيجة لمس القرى يد محمد هاني كابتن أسامة وإحنا قلنا كان بنشطح مخالفة لمس القرى باليد من ديها معايير بنقول دايما الإيد هنا خارجي عن نطاق الجسم واخدى حيز مكبرة الجسم ولا الإيد كانت مضمومة مهم جدا دي المعايير الإتحاد الدولي بيحطها في اعتصال مخالفة لمس القرى بها حسنا نشوف هنا لحظة بزيز محمد هاني وهنا الإيد مضمومة في الجسم يعني بص سامح نفس نفس عرفت الكلام ده بالتالي هنا الإيد ما خرجتش وعملت حيز ومنعت الكرة كان قرار محمود البن اللي كان قريب أوي 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 قرار باستمرار اللي كان قرار صحيح باستمرار اللعب لا توجد مخالفة مجمس القرى بالدني كان معانا حالة أيضا في مباراة الأهلي والإسماعيلي ديها 92 طبعا اللقطة الشهيرة بتاعة عبد الرحمن مجدي والسلوك الغير لا قبل دي في كرة بيرسي تاو مع مدافع الإسماعيلي يا كابتن ناصر تمام تمام يا أسامة وهنا بنتكلم على بيرسي تاو وإحنا هنا بنكلم كابتن ناصر بالحالات التحكمية وإحنا بنقول دايما بنشرع الحالات هذه الحالة ممكن أنا حللتها بل كده وخرج بيتور بيريرا حل الحالات اللي بنادي الأهلي والإسماعيلي حللها دي ما أنا حلل حالات الأهلي بالضبط يا فائل ده هي حلل كل الحالات اللي إحنا قلناها في أستاذ الأهلي وإنا بيدي الملعف هنا بس نقول يا بيتور يا بيريرا إحنا بنطلع نقول اللي بنشوفه طبعا بنطلع عش نقول حتى لو في نعبة للأهلي أو ولكن أنا هرجع للحالة دي كده أستمر أنا قلت فيها إن هي المسافة اللي هي ما بين المنافس اللعب لدي الأهلي بس تتاو هي كانت مسافة داية أوي 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 المسافة دي لا تسمح باللعب إن هو يبعد وبالتالي هنا لو كان المنافس بعيد وارتكب هذا السلوك يعني هو رحل بس يفان وهو كان من مسافة وعمل الكلام دا كان يبقى فيه مخالفة بس تتاو لكن الهرجع المنافس هنا كان قريب أوي 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 من برس تاو بالتالي نقول هنا في مرار اللعب اللي محبوض البلا كان قرار الأفضل فيه تمام عندنا الحال اللي بعدها هنا علي معلول ولعب النادي الإسماعيلي وأيضا يعني كان فيه كلام عن ركل الجزاء لصالح الإسماعيلي فارس أنا عاودة بس يعني شوف وستاذ المشاهدين معنا يشوفوا هنا اللعب ناجل إسماعيلي هنا يشوف القدم اليسرى يشوف القدم أولا وهو رايح هنا فيه قدم متنية الحزاء لو هتبص على القدم هنا واضحة قدم اللعب الإسماعيلي اليسرى واضحة قبل ما يحصل أي حاجة يا أسامة خد قرراني هنا فيه سكوت نتيجة نتيجة وضعية اللعب في هذه الحالة ضعية مش خريمة وبالتالي لما بنجي الحال الحالة التحكمية يا كابتل فارس مش بنقول أن فيه مخالفة فوق ولكن هنا بنشوف كمان تحليل اللعبة للعب اللي هو المهاجم هو هنا فيه القدم هنا بتتلوي وبالتالي هنا السكوت قبل ما ييجي خالص علم الحاجة التانية بنشوف هنا اللعب المسموح المشروع يا أسامة يا فارس لما أنا حطي إيديا وانت تحطي إيدا كل اتنين الإيدين في بعض يحصل سكوت هنا يستمر اللعب وهنا تاني القرار الأفضل بمحمود البنة كانت مباراة نموزاجية من وجهة نظري فيش فيها أخطاء لم يذهب للفار يا أسامة يا فارس وده اللي احنا بنقول عليه وحنتكلم في الزواهر ودي كانت هتبقى من أهم الزواهر تأكيد عندنا اللقطة دي يا كابتن تعليق عليها إيه وعبد الرحمن مجدي مع حامل القرات يعني دي في دي 92 تقريبا وشاط القرى كده في حامل القرات لأن ما مدنوش القرى بسرعة فارس قبل ما نروح للوقت بنقول إيه القانون وبنقول هنا القانون بيعقب اللعب عندما يخرج خارج ميدان اللعب ويرتكد في سلوك هذا السلوك ممكن يكون غير رياضي ممكن يكون سلوك مشين لما يكون سلوك غريادي هنا البطاقة الصفرة هنا تبقى من القانون أو سلوك غير مشين اللي هو بيتكد في قوة وهنا بيستخدم فيه البطاقة الحكومة أنا بقول هنا صبية الملاعب رفقا بصبية الملاعب لأنهم أولاد يساعدون وهم عندهم طموح أنهم بيشوف النجوم دولة قدوة دول قدوة وهيكبر هذا الصبي ويممكن يتذكر هذه الحالة نتعامل معهم برفق لأنه ولد هو لا يقصد أبدا أنه يأخر الكرة وهنا يجب على اللجوم الكرة أن نتعامل مع هؤلاء برفق وذلك ما قلت الولد ما أخطأش ولكن سلوك ده سلوك غير مرفوض كابتن أسامة طب العقوبة الاندباطية هنا السلوك هنا زي ما قلت برافو عليك برافو عليك وحنا بنقول هنا لو كان السلوك أكتر من جده كان تشهر البطاقة الحمراء ولكن هو النهاردة ارتكب سلوك غير رياضي ومن ثالي أقب عليه بشهر البطاقة الصفراء وهذا تبقى من القانون كان قرار سعي من محمود البرنة بحقي محمود البرنة لأن التركيز البنة ما كانش بس داخل ميدان اللعبة ولكن كان داخل ميدان اللعبة وخارج ميدان اللعبة بطاقة صفراء ونتمنى اللجمنا يتعاملوا برفضة مع عصابة الميدان رسالة ممتازة جدا منك كابتن ناصر بالتأكيد وأكيد نتمنى حامل الكرادة في يوم الأيام يكون نجم كبير وتكون دي دافع عليه إن شاء الله وتمنى كان يكون عبد الرحمن مجد أقدم له اعتذار بعد المباراة لكن عندنا مباراة أخرى في الجولة الثالثة وهي المباراة اللي جاهزة معنا الشباب البنك الآلي والزمالك ولا مباراة تانية على حسب اللي جاه تمام استعرض لنا حالات مباراة البنك الآلي والزمالك ودي الحالة اللي فيها إنزار تاني كان حكم براغة كابتن ناصر محمد معروف وحكم تقنية الفيديو محمود عشور تمام هو هنا الموردي حدث فيها بطاقة حمرة بطاقتان حمرة وان بطاقة حمرة بحارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد وبطاقة حمرة للعب البنك الآلي تقريبا محمد فتحي هنا وحمد فتحي فيه هنا اللقطة هنا وخد نزار ثم تم اشهرب انزار التاني لي لاستخدام التهور مع لعب نادي ارجع لي بس اللقطة الاولى لا قبل دي اللقطة الاولى خالص اللي فيها انزار محمد فتحي التاني ايوه دي يا كابتن ناصر يمكن لعبي نادي الزمالك طلبه بشكل كبير جدا لا دي لقطة محمد عبدالغاني الاول اللي هي شبيهة بلقطة محمد فتحي نفس الكرة تقريبا اللي محمد فتحي خد فيها الانزار التاني وكابتن محمد معروف في لقطة الانزار التاني دي اللقطة بوضوح دي محمد عبدالغاني خد فيها انزار هاتلي بقى لقطة محمد فتحي اللي خد فيها الكرت اللي خد فيها الانزار التاني لا دي عود اه اه ايجاب هاد الوقت ايجاب لان هنا في نقطة كابتن ناصر على ما يحضره اللقطة الكابتن محمد معروف يعني كان المفترض انه هو لصفر فاول ولا استنى الكرة تخرج بره الملعب هي دي اللقطة معنا كابتن ناصر استجاب لضغط لعيبي نادي الزمالك لدرجة ان دونج لعيبي نادي الزمالك كان بيطالب لعيبي نادي الزمالك الكرة تخرج بره الملعب ولكن هو توقف والكرة لسه في الملعب ومنح الانزار التاني والطرد لمحمد فتحي تعليق حضرتك على اللقطة دي اللقطة مهمة جدا جدا يا اسامة والله بحييك عليها وحينها جلول هنا حاجة من الجنية عندما ترتكب المخالفة وانت تحكم بتصوف ان هي فيها طاق صفرة من فضلك من فضلك لو هي للنزار التاني او في البقرة طورا طورا ما فيش اتاحة كرصة في كارت احمر يا كاتل انسان بنتكلم في قانون عشان بس يعني بنتكلم القانون عشان نقول للناس من فضلك لو فيه لاعب عنده بطاقة صفرة ويعتكب مخالفة للبطاقة الصفرة التانية والله حمرة وقف اللعب واشهر واخلط ليه ليه يا كاتل انسان خلي الهاجمة دي راحة للبنك الاهل وتم تسجيل منها هدف تت معايا كاتل انسان معاك كيف النص انت عندك لاعب هنا موجود في الملعب وضعيته غير قانونية لان هذا اللاعب كان المفترض يضطر يخص حق الحمرة والتالي بزد واحنا ليه بنسعى للمشاكل وهنا بنقول دايما الحكم لابد ان هو يكون مذاكر هنا في الحالة هو سمح باستمرار اللعب وكان من رأي ان هو يقف لو انت عندك نية لانك انت تدي بطاقة صفرة تانية كان يجب عليك في نفس اللحظة توقف وتدي التانية ولكن انا لا اسمح عبدا بضغوط اللاعبين يا اسامة علي انا كحاكم طالما ما عنديش قناعات باللعبة خاصة ده الانزار التانية يا اسامة بالضبط يعني عارف لو انزار الاول هقولك ماجي ماجي مفيش مشكلة الانزار التاني كان القرار يجب ان يكون عند معروف بان هو مباشرة لو عندك نية في الطارد كنت وقفت وكنت ديت التانية وكنت ديت البطاقة الحاملة ولكن ضغوط اللاعبين ضد عليك حاكم غير مسموح ان حد يضغط عليك في القرار قطع مركب هنا كابت الناصر هنا كابت الناصر هل الحاكم حط نفسه في موضع شبهة ان هو استجاب لضغط العيب ينادي الزمالك في انه يصدر قرار تاني يوازن المباراة بعد كارت احمر لمحمد عواد شوف انا قلت شرحي للعبة حاجة مهمة تانية يا سارس لو كان هناك نية للطرد عندي محمد معروف كان في نفس لان البطاقة التانية ما تستناش كان ساعتها كان ساعتها خد الحامرة على طول لما القرار اللي اتاخد عكس ما احنا قلنا القرار اللي اتاخد ان هنا كان فيه ونبغول الحكام دايما لا تسمح لاحد ابدا من اللاعبين او من الجهاد يستنى هو اثر على قرارتك قرارتك التحكمية انت الوحيد اللي انت يتقص فيها طب هو كان ممكن ينتظر يا كابتن ان الكرة تخرج برا ولا اللي عمله ده صحيح بعد ما الكرة تنقلت اكتر من اربع او خمس تمرات ام وقف اللعب وام ادى لللعب انذار لدرجة ان البعض تخيل ان الانذار التاني ده نتيجة تفوه اللعب بحاجة جانب محمد معروف سؤال مركب وهنعد فيه كتير سواء سيما عليه تسمح لي يا سارس تقول ايه البطاقة الثانية اللي انت تدهل اللعب من فضلك ما تأخرهاش وتخل اللعب لتواصل ليه عشان هتعمل نفسك مشكلة زي ما قلت هذا اللعب من البنك الاهلي طب لو البنك الاهلي النهاردة واللعب ده موجود سؤال سؤال والهجمة مشيت واللعب ده جاب هدف اتاكت وهو كان المفترض ياخد الحمرة قبل ما يجي الهجم ثاني لو هنفترض اننا النهاردة ما وقفتش وكان في نيتي او كان اللعب يستحق البطاقة التانية او البطاقة الحمرة ومشيت اللعب وراحل مهجوم للبنك الاهلي وهذا اللعب جاب هدف كنا نرجع للفار بالتأكيد يا كابت انا هنا بقى هترجع للفار الله عليك يا كابت بس خلي بالك في نقطة مهمة الفار ما بيرجعش في الانذارات ان ده يبقى الانذار التاني لا مش هرجعك في الانذارات ده قرارك في الملعب انت ما خطوش خلاص انت تتحمله الفار بيجيبك في الحالة في الفارة الأحمر المباشر لا يا كابت كان ممكن يجيبه ان الكرة فيها فاول مش طردة او انذار الاول اه 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 بس خلي بالك في حاجة نقطة مهمة ما بص في كاب في حال انا قلتلك لعبة مرتبة ليه فبخلي اللعبة ديها تتنسى براحت للزمالك وبعدين هنا ساعة ما بيزرح للزمالك انا كبار ما بيرجعش بقى خلاص بالزبط بتبقى لعبة جديدة هتبقى برافو عليك هتبقى لعبة جديدة ما قدرش اتدخل بالزبط يعني انا كحاكم دخلت نفس المشكلة وكان ممكن ان انا اخذ القرار الاستهل لو انا في نئة البطاقة الحمرة بصفر وبدل حمرة تفرف الحمرة وبخلص نفسك حالة حالة مهمة جدا جدا حكامنا يتعلموا منها يا فارس واسا حضراتك قلت حاجة كابتن ناصر للحكام كمان يعني اتمنى يكونوا سمعين كابتن ناصر انت ازاي ممكن بقرار تدخل نفسك في فكرة الخطأ المركب اللي ينتج عن عدم اتخاذ القرار في التوقيت ودي نصيحة كابتن ناصر بيقدمها للحكام لمهمة جدا طالما عندك القرار لازم تنفذ القرار عشان ما تدخلش في فكرة الخطأ المركب اللي يكون نتيجة تأخرك في اتخاذ القرار اعتقد معنا حالات تانية كانت في مبارات البنك الالي والزمالك نستعرضها نا عاجز هنا حالة بقى محمد عواد ودي كانت يا كابتن ناصر يعني حديث الجميع وانا مش عايز ادخل في فكرة تدخيم الخطأ وتدخيم المشهد ولكن عايزين الاول الرأي الفني في هذا التداخل من فكرة عواد حضرتك بتشوف اصلا اللعبة تستحق الكارت العواد ولا كانت اللعبة لا تستحق اتخاذ كارت العواد انه هو يتم طرده وشوفنا اللعبة الفارس تدعى الحكم محمد معروف وخدت جدل كبير جدا جدا رأي حضرتك ببساطة هل اللعبة اصلا كانت تستحق طرد عواد ولا المخالفة لم تكن تستحق البطاقة الحمراء شوفوا فكرة تنفرس هذه اللقطة اللي خدت جدل كبير بنحترم كل اراء المحللين وده شيء واجب علينا كلنا وكل واحد دي قناعاته في تحديده ولكن انا في هذه الحالة زي ما قلت لما تلعب تور بريرة انا حللت هذه الحالة لديك اعتبارات القرار. هنا اعتبارات القرار هي التابس الاجتماعي. يا فالي. انا لعب مهاجم رايح بالقرار بسرعة. وبالتالي نجحت في ذهب القرار. طبيعي ان انا لما لقي المدافع بيحاول ان هو او الحارس بيحاول ان يبقى في عندي مهاجمة. انا طبيعي ان انا بحاول افادي نفسي عشان يعني ما بقاش في اصابة بالنسبة. حصل هنا اللاعب المهاجم نجح في لعب القرار تماما 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 وحاول ينط عشان يتفاد نفسي. هنا لما انا بنط. اي تلامس يا استامة يا فارس. وانا بتكلم. والكلام ده يفهموا اللاعب كويس اوي. وانا جاي يتمهاجم بسرعاتي. اي تلامس في الوضعية لانا فيه. طبيعي ان انا بقى فيه اختلال تولي. طبعا. وهنا التلامس كان موجود بالجسم استامة في القدم. التلامس موجود والمخالفة موجودة. ودي ودي محتاج حكم يكون عنده موهبة. موهبة عالية جدا جدا جدا. على ده كان معروف هذه القرار في المرأة. وكان قراره سريم لم يتردد في اشهر البطاقة الحمرة اللي دي تعتبر فرصة محققة لتسجيل هدف. المعايير موجودة في الفرصة المحققة. هذا اللاعب كان منفرد تماما. ما كان شيفون دافع قابليه. وبالتالي هنا اشهر بطاقة الحمرة. هنا القرار لو ما عندي الزاوية واضحة لحكم فارد. خلي يعني ادعم قرار الحكم يا أستاذ وإستاذ. زي لعبة لعبة صعبة. كنت مفترض أداء عن طر الحكم. عشان اجي بالحكم والحكم يجي يشوف زاوية والتانية والتانية. الحكم مش شايف. مش شايف. مش مقتنع. لانه مستيش مخالفة. وبالتالي هنا رجع محمد معروف. خد القرار الصعيح. بطاقة حمرة. والمخالفة موجودة. لمنع تسجيل هدف محقق. وانا بقول رابو محمد معروف. يعني يمكن كابتن محمد معروف قدم اداء. يعني متباين شوية في المباراة دي. لكن حضرتك بتشيد به في اللقطات اللي خاد فيها القرار المناسب. وايضا بتقول وجهة نظرك في اللقطات لم يتخذ فيها القرار المناسب. من الناحية التحكمية. لكن عندنا اللقطة. اعتقد هنقف عندها ايضا وهي احتساب رقل الجزاء على نادي الزمالك. نتيجة لمسة يد. وصفارة. اه. في ظل فيه فرصة محققة لفريق البنك الاهلي. ثم عودة للحالة المكانية. هنا ما بيتمش الاستدعاء لما بيكون الامر متعلق بالمكان. فعلى طول عشور ادالكم فرم ان الكرة خارج منطقة الجزاء. وليس داخل منطقة الجزاء. الكرة دي كابتن مركبة برضو بعض الشيء. لان كان فيه فرصة مؤكدة. ان كان ممكن. واللمس استياد خارج ال18 لعب البنك الاهلي ينفرد ويسجل. طيب استمع انا هسألك سؤال وانت حكم الهنبقة. فضل. عشان نوسط الامور يهي الجمهور.مم. لو انت حضرتك مكان محمد معرفف حاكم بس اللقطة الاولى بعد اذنك بعد اذن حضرتك اللقطة الاولى او الصور الاولى على سلسلة السؤال فضل والسؤال اللي حضرتك الله الاولى فات لو انت حاكم من بورا هرجع بس اللقطة الاولى عشان نوضح نوضح يا فارس ايو دي قدام حضاريك يا كابتة انا هنا انا هنا كحكم دي صورة جايبة الموكف ولكن في موكف بعد كده اللعد انفراض بالزبط اللعد تمت في حالة انفراض انك حكم عندي option اللي هو ايه أخذ اللعبة تواصل وأمنح الفرصة يا كابتن لأن دي ممكن كان يتم تسجيل منها هدف أمنح الفرصة لأن كان ممكن يجيب تسجيل منها هو هنا معروف قد القرار لإحتساب راكلة الجزاء إذن هو النهاردة لما خد القرار ده لإحتساب راكلة الجزاء هو متأكد تماماً المخالفة من داخل منطقة الجزاء مش من اكتار طب تسألني عشان بس يبقى كلامنا موحد هو في حد بيدي فرصة في راكلة الجزاء وأنا كحاكم حد فرصة ولأحسب راكلة الجزاء الأفضل أحسب راكلة الجزاء أنت جاوبت يا أحمد أسامة ويا فارس هو هنا ايه هو اشتغل على الأضمن لأن انت عارف لو سمح باسمارة اللعبة واللعبة راحت وتشاطت وتصدت وبتاعه ويرجع حسب حيلاقي حيعتراضاته وكده ولكن هو خد القرار بأن هنا كان في مخالفة داخل مواطعة الجزاء لأن السفارة كانت ترعت يا أسامة وهنا عمل لحجات كنت بتطلبه فيه في حالة الطرد أن هو خد القرار على طول وما تدخلش في فكرة أن انت تدي فرصة أو أن انت تدي اللعب يستأنف هايل يا فارس هايل هايل شفت أنت قلت إيه هو هنا خد القرار من وجهة نظره أن المخالفة من داخل مواطعة الجزاء وليس خارج المواطعة الجزاء ولكن بقول القرار هنا من وجهة نظره كان هو خد القرار وده يحسب للحاكم فيها خد قرار يعني مش مخدش قرار هنا الخبار طبعا دي حاجة ما حقيقة مكانية يا سامة يا فارس يعني بالضبط ما يتمش السلاح الحاكم فيها بالضبط عشان نقوله الكرة من خارج هذه الأحداث أو الحالات هي دي شغلة البار طيب عندنا بقى حالة كابتن يعني عشان نبقى فالنا باب مباراة الزمالك والبنك الآلي وتدلنا في النهاية تقييم للكابتن محمد معروف زي مولة حارتك يعني فيه تباين فيه القرارات وهي حالة بنرجع تاني للقطة انذار محمد انذار لعب فتحي محمد فتح لعب البنك الآلي وكانت فيه كرة في المباراة ممكن نستعرار بتاعة محمد عبدالغاني في نفس المباراة دي كان فيه فرصة لاستكمال اللعب الكرة دية كابتن هنا محمد عبدالغاني حصل تداخل ولو نقدر نجيب التداخل أقرب نعمل زوم على التداخل محمد معروف آية دي محمد معروف هنا لم يصفر فاول وقد إتاحة اللعب لفريق البنك الآلي ولم يعود لمنح محمد عبدالغاني لعب نادي الزمالك انذار ممكن نقول حاجة يشتغل في التحكيم يا سما التوفيق حبيبا كابتناص لا احنا هنا عشان نعرف معيار الحكم في المباراة سوفي كابتناص هقولك على حاجة من المباراة لما يكون فيه خطأ بتهور ويستحق البطاقة الصفر عندما يمنح الحكم الفرصة بتاحت الفرصة يعني لابد ان انا عود بالبطاقة لابد ان انا عود بالبطاقة تاني لما اللعب يرتكب مخالفة التهور وانت حابب تدي الفرصة ما انت عنديش مشكلة بس اول توقف اللعب ترجع تدي البطاقة الصفر للعب اللي ارتكب المخالفة عندك حلين يتوقف المباراة وتشهد البطاقة الصفر يأما تسمح باستمرار اللعب هارجي على نقطة مهمة لو الانذار الثاني والبطاقة الحامرة ما تستمت بالزبع وقف ود الحامرة اما لما يكون لها الانذار الاول يفين عنديش مشكلة اسمح باستمرار اللعب بس لابد انك انت ترجع للبطاقة لاتيك تتهور هذا سلوك يا تابت المستمت إلا اللعب كان يستحق البطاقة الصفر في هذه الحالة تمام يا كابت يبقى هنا برضو معيار محمد معروف لم يكن يعني واحد في هذه المباراة هو هنا بقى القصة وهي دي القصة كابت النصر حضرتك يعني زي ما أسامة قال أشدت بمعروف بعض الحالات وانتقطت ببعض الحالات ويمكن أنا شايف فكرة المعيار يعني حتى حضرتك قرنت ما بين اللعبة اللي كان فيها الطارد وازاي هو ما خدش القرارة عطول ثم اللعبة اللي كان فيها فكرة راكل الجزاء وان ما حدش بيدي فرصة في راكلة الجزاء هنا حضرتك بتشوف الحكم اللي ربما يكون في بعض المواقف بياخد قرار صح جدا والطبيع ان الحكم ياخده والطبيع ان الحكم الجايد كمان ياخده ثم في حالات أخرى يكون معياره مختلف فمش كسة معروف بس حضرتك تقييمك ان ليه دايما حكمنا داخل المباراة الوحدة بيكون عندهم بنشوفها كتير قوي كابت النصر نفس اللعبات او نفس المنطق ويكون عنده تبايم في القرار ده بيكون أسبابه ايه قلت حاجة جميلة بحيات عليها مش مجاملة ليك والله ولا الكشامة ولا الفارس والله ليه ليه دمهور طب قولي الاتحاد الدولي او لجد الحكام في الاتحاد الدولي بتشتغل على ايه كتب الفارس بتشتغل على المعيير الوحدة يعني المعيير الوحدة خلي في معيارك دايما تحكم في المباراة معيار واحد بي احتساب المخالفات في البطاقات والعقوبات الانتباطية في القرط الحامرة خلي دايما معيارك في احتساب المخالفة لمسي تياد هنا معيارها موجودة احسبها نفس لمسي تياد لابد انك انت تحسبها هم هنا الناس بتشتغل على هذا الكلام يا فارس يعني كل المحاضرات اللي بتتم يلقاها على الحكام يا جماعة من فضلكم خلي معياركو كلكم مش بقى مش بتكلم حكم واحد بيبقى فيه 45 حكم بيجيوا الحالات بيقول لهم خلي دايما معياركو كحكام واحدة ليه باجى لاقي اوسامة بيحك مباراة لعبة السوج بطاقة ما بيديش بلاقي فارس بيلعب المباراة التانية بيدي فيها بطاقة دا من شأنه بيعمل نوع من نوع عدم الاستقرار للحكم طبعا هنا بنقول المعايير الوحدة ودي كانت الظاهرة اللي كان ممكن اوسامة اللي كانت فيها زواهر الظاهرة من الثلاث جولات زاهرة المعايير الموحدة ما كانتش موجودة في الثلاث جولات اكتبت كانت نتيجة تفاوت طرارات الحكام في ميديال الدعام تمام عندنا مباراة سموحة والمقاولين العرب لو نستارت حالتها كان الحاكم طبعا محمود وفا وكان حاكم الظهر محمد على اهاش يعني عندنا اللعبة الاولى دي استدعاء الفور لاحتساب راكل الجزاء كابتن نصر الصورة قدام حضرتك تبدأ تشرح لها اللعبة تمام كابتن منفسر والله النهاردة انت عملتوا حلقة تحكمية بنفسر المسك او الشد احنا قلنا المسك والشد انتد داخل مواطقة الجزاء يعني لو استمر داخل مواطقة الجزاء لما الحاكم بيحسب بيحسب من داخل مواطقة الجزاء هنا كان الشد خارج مواطقة الجزاء محمود وفا حاكم من حكام السعادين الوعادين اللي يمكن في الاحداث او زحمة اللاعبين المهاجمين هما شافش الشد ده يا كابتن هنا كان دور المواطقة الجزاء المخالفة كان استمرار الماسك من داخل مواطقة الجزائط وبالتالي هو هنا لما جاء الحاكم جاء له الوقع والحادثة ان الحالة الحالة من داخل مواطقة الجزاء وهنا ركل الجزاء صحيحة نتيجة التدمسك وكان السعادين هنا كان استدعاء والحاكم كان قررت ما عليش يا كابتل نصر اعفا عند الحتة دي وحضرتك لأن كتير جدا من الناس الحالات دي بتتكرر ودايما فكرة المسك بدأ فين وانتها فين حضرتك بتقول إن فكرة المخالفة لو بدأت من بره منطقة الجزاء واستمرت إلى داخل منطقة الجزاء إحنا معيارنا المخالفة استمرت لحد فين يعني لو هو كان عملية المسك دي قبل ما اللعب يدخل منطقة الجزاء على طول وما استكملش المخالفة ما فيهاش أي راكل الجزاء نعم اللي حضرتك استهدت ليه إن المخالفة استمرت مظبوط كده تمام يا فارس بنقول إيه لو أنا كان لعب شديت اللعب المهاجم أنا بعقبك على الشد لحد فين وقف طب أنا شديتك من خارج منطقة الجزاء وسبتك أنا هنا المخالفة بتتم احتسابها من خارج المخالفة الوحيدة وده يعني والله بنتكلم كلام مهم المخالفة الوحيدة اللي هي إذا استمرت بنحسبها من الداخل هو ماسك أو الشد يعني لو أنا أقول لعرقالة هنا كابتن وسلم لو في هنا عرقالة قال لعرقالة خلاص بتحصل من مكانها من مكانها توقع هي بجوة بحسبها راكل جزاء من بره بحسبها مخالفة راكل حر مباشر ولكن الحاج أو الراكل أو أول ضرب بيتحسب بالنكام أما الشد إحنا كحكام إحنا بنصفر عليه لحظة انتهاء الشد والمسك هنا زي ما حدك قلت كده الشد أو المسك استمر داخل موطقة الجزاء وبالتالي هنا كان القرار صحيح من المخالفة كانت داخل موطقة الجزاء رجل لعب المولين على الخط يعني حتى قبل استمراره كان الرجل لعب المولين على خط منطقة الجزاء هذا الخط هو ضمن منطقة الجزاء أي جزء من هذا الخط لو المخالفة تم ارتكابها عليه المخالفة تحتسب من الداخل وليس من الخارج وفي تاني هو دائما بنقول كده هنا في رجل اللاعب الرجل هنا ولكن هذه اللقطة لو إحنا في رقطة تانية دا استمر من جوه يا كابتن أسامة حد ما اللاعب دخل تماما كل جسمه جوه كان الشد ما زال كان موجود معانا حالة تانية في المباراة عندنا حالة تانية في الديئة 26 الحالة دي يا كابتن يعني يمكن لمست يد على مدافع فريق المولين وأعتقد دي بتؤكد على اللي حضرتك قلته في كرة محمد هاني الإيد جوه الجسم هنا حكم المباراة للحقيقة محمود وفق خد قرار مباشر باحتساب ركل الجزاء على مدافع المولين العرب تمام سمحنا قلنا معاييرنا في احتساب مخالفة لامس الكرة بالإيد هل الإيد مضمومة مش وغد حيز ولا مفتوحة منعة الكرة وغد حيز ومكبر الجسم هي دي المعايير اللي احنا بنكلم عليها كابتن يبقى اللعبة دي لما تيجي الخمسين حكم الخمسين حكم يحسبوها يا كابتن وفوضع غير مبرر يعني لا إيد دعيمة ولا غير وفوضع غير مبرر هنرجع تاني كابتن أحمد سامت كلمة المبرر دي جال في القانون بنقول انت الإيد تبقى مبررة وانت مش مبررة خلي بالك ده قصة كبيرة جدا ولكن هنا بنقول دايما 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 إن هنا الإيد عندما تخرج خارج من طاق الجسم وتاخد حيز لابد هنا القرار يبقى مخالفة لامس الكرة بالإيد وهنا ده القرار يتاخد كان قرار سرقهم الحكم المبررات لم يعترض عليه أحد في هذه الا عندنا بقى لعبة يمكن حسام حسن دايما حظه وحش في الشد يعني انت مش عارف بيه كصة حسام حسن مع الأهلي قلنا يمكن الكصة في الأهلي لا لا والمأولين يعني هو ساب الأهلي وراح سموها برضو جاله برضو المأولين هنا بقى الخطورة يا كابتن ناصر إن لا الحكم احتسب ولا الفارس تدعى فرأي حضرتك في الحالات اللي دايما ما بيكونش اتخذ فيها قرار انضباطي أو قرار إجرائي باحتساب المخالفة هنا بيكون مهم جدا هل اللعبة دي من وجهة ناصر حضرتك كان يستحق فيها حسام حسن ركل الجزاء ولا لأ وزي ما بنأكد لا الفارس تدعى ولا الحكم احتسب تمام تمام يا ثالث هنا بنلاقي المهاجم قدام اللعب المدافع خلف فيه فرق بين اللعب المدافع يكون خلف وأنا كمهاجم قدام أنا قلنا الشد ممكن يكون من الاثنين لعيبة مع بعض ده يشد وده يشد الكلام ده ليبقى الاثنين جنب بعض هنا بنشوف من لاعب حسام حسن هو الأمام اللعب المدافع وهو هنا حسن ممسكش اللاعب حتى ولا حاول ان هو يمسكه تماما وكان مركز اوه في اللعب بنشوف هنا طبعا المخالفة هنا المسك يعني واضح جدا 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 ثاني بنقول محمود واقع من حكام الصعودين المسك موجود والمخالفة موجودة وهنا يمكن الحكم في الأحداث داخل موطة الجزاء اللعبة كتيرة ممكن ما يشوف هنا بقى دور الفارد زي ما أشدنا بالفارد دايما بنقول هنا لابد في هذه الحالة كان يتم استعاع الحكم فيها لان انا شايف انها مخالفة راكت كتيرة كانت موجودة يبقى هنا كان محمد علاء هاشم كان المفترض يتدخل عندنا مباراة الاتحاد والجونة كابتن ناصر يعني يمكن واغدين حضرك اخطاء تحكمية وكتير في مباراة الجولة يا كابتن انت جبت ثلاث أسابيع كلها يعني احنا عطاك ان احنا غطينا كل الحالة التحكمية بتعطيها تسابيع عندنا الاتحاد والجونة وطبعا كان حكم المباراة أحمد حمدي وهنا حكم الفار حكم دولي كابتن محمد عادل وعندنا فيه لقطات هنقف أكيد عندها في هذه المباراة يمكن في الديها السبع هدف صحيح لصالح الاتحاد الحكم المساعد أشار تسلل لكن الفار كان واضح واعتقد هي بالعين المجردة كابتن ناصر مش محتاجة تدخل تقنيه ما عليش عسامة قبل بس ما كابتن ناصر يروح الحالة عايز اسأله حاجة بالنسبة لأحمد حمدي كابتن ناصر حكم يعني ما خدش مباريات كتير كبيرة او ذات حسية او لفرق جماهرية هل حضراك بتعتقد ان تعيين محمد عادل في الفار لانه حكم كبير في المباراة دي كانوا من انواع الدعم يعني الحكم ولا تفسير حرك ايه لتعيينه حركتنا من التحليل يا فارس دخلتنا في التعيينات طيب يعني انا التعيينات النهاردة الراجل انا شايف بأمانة ما عندوش حكم كبير وحكم صغير يعني بيتشوفه النهاردة محمد عادل بيقعد في الفار محمد عشر بيقعد في الفار كل الاحمد الغندري يعني كل الحكام الكبار النهاردة بتقعد في الفار وهي دي استراتيجية الراجل اللي احنا ممكن نقعد حلقة نتكلم الراجل عاوز ايه بالضبط من حكامه اللي احنا للأسف مش سايبينه ويشتغل واللي بتدي نهاجم فيه من اول ثلاث جولات هنتكلم فيه محمد عادل والنهاردة هو حكم كبير محمد حمد حكم مشؤولية لأسامة الفارس ولكن دايما مش محظوظ والله يعني حكم كواس قوي 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 بس مش محظوظ للأسف في المرادات هو فيه اخطأ كتيرة فاتت عليه وكان حظه النهاردة محمد عادل موجود على الفار وده بعلنا قلت عليه فقولي لمحمد عادل النهاردة هو نجم هذه المباراة لان لو شفنا الحالات التحكمية هنلاقي فيه حالات كتيرة جدا جدا لو الفار مش موجود كانت بقية مشكلة في المباراة بزفت ما استعرض بقى الحالات لكابتن ناصر لان ربما اهمية وجود محمد عادل في المباراة دي ان المباراة دي كانت هتروح لأزمة كبيرة جدا دي الحالات يا كابتن تمام كما قلت في النهاردة بنقول ألف به للمساعد حاجتين تشتغل عليهم ربط ازاي تعرف تربط ما بين لمس الكرة أسلق خروجها وموقف التسلل ديني مرة واحد بتحتاج حاجتين يا عسامة يا فارس وهي لابد لما يكون فيه تمركز صحيح مع آخر ديني مرة واحد ديني مرة اتنين لازم ان تربط ما بين لحظة الكرة وهي طالعة دي مهمة جدا لو انت ما قدرتش تربط لحظة الكرة مش هدرك تحدد اللي هي عادي في موقف السل الأولاد طب بالتالي هنا شايف اللي هي بقى سهلة سهلة جدا كان هي جيدة استمرار اللعبة يعني صعبة أوي يعني عندنا لقطة يا كابتن يعني هي مسيرة للجدل هي لقطة ضربة الجزاء في ديها 94 دي كان فيها كلام كتير جدا ويمكن كابتن علاء عبد العالم طلعي يتكلم فيها بعد المباراة وعايزين ناخد رأي حضرتك لو اللقطة جاهزة يا جماعة ممكن تأرضلنا اللقطة هي راكل الجزاء جامنا هدف التعادل للاتحاد أحمد حمدي عدى الكرة بشكل طبيعي جدا وبعدين استدعاه الكابتن محمد عادل فغير قراره واحتسب راكل الجزاء لو فيه صورة أوضح لللقطة دي عن كرب كده عشان كابتن ناصر يتكلم ويبقى السادة المشاهدين شايفين اللقطة بكل أبعادها أيها اللقطة دي كويسة جدا تمام يا أسامة هنا بنتكلم في هذه اللقطة هنا البعض حلل وزي ما قلت احنا بنحترم كل المحللين ودماغنا ويجب ان احنا كمان نحترم حكامنا وزي ما قلت من خلال النادي الأهل احنا بنطلع ما يجب تطويره فقط ولا منقض الحكام وبنطلع إجابات الحكام عيدة هنا الحكم أمر باستمرار اللعب أنا شاهد من وجهة نظري إن محمد هنا المخالفة موجودة بالقدم من تحته والعرقلة موجودة يمكنه بما الأحمد حمدي ما شاهدش الحالة وبالتالي هنا المخالفة موجودة تم استعاد الحكم وتم احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الاتحاد نتيجة العاقب القدم استفلة للاعب نادي الاتحاد كابتن بس خلينا أقول لك هنا فيه يعني البعض ذهب لفكرة إن اللاعب اللي لابس أخضر وهو اللاعب الاتحاد هو اللي خد الفعل هو اللي خد الأكشن هو اللي رجله اليمين اترفعت والكرة كانت من صدر لعب الجونة يعني بيستحوز على الكرة ورجله الاتنين سبتين على الأرض زي ما قلت احنا بالاحترم كل الناس جدت من أسامة ولكن أنا هنا بتكلم في هذه الحالة للحالة هنا اللاعب المهاجم هو رايح يتنافس وبالتالي هنا التنافس مشروع ما بين اللاعبين جدت من أسامة طالما مكتش مخالفة أنا الحابب بنروح لكورتي وانت حابب تروح لكورتك ولكن هنا الخطأ تم ارتكابه من من في الأول هنا اللاعب الاتحاد هو رايح لكورتك خلي بالك وبيتنافس على كورتك هنا بإهمال من اللاعب المدافع هنا بقول في إهمال مش هقولي نوعا تعمد ولكن الإهمال يحسب عليه في القانون بمخالفة هنا الإهمال كان موجود من اللاعب المدافع وتحليلك مهم جدا وبحترم تحليلك طبعا وبحترم كل اللي قاله ولكن قناعتنا في هذه الحالة أنا باخد هنا أنت عارف كابت الناصر أنا بتبنى دايما يعني وجهة النظر التانية ومساطا أنها كانت وجهة نظر مطروحة يعني فعشان كده حضرك بتوضح أكتر وأكد كلامك وبحترم كلامك أسامة وأنا عارف طبعا أنت وفارس قد إيه بتدريسوا الحالات والنهاردة أنتوا بعتوا خبرة تحكيم لكن زي ما قلت بنحترم أراء هذه حالة تقدرية يا أسامة يا فارس قد نختلف ونطفق وهنا لما بلاجد الحكام في التحاد دولة بتقعد مع الحكامها هذه الحالة بيتمع موجودة وبيانقسم عليها ما بين مؤيد ومعارض ولكن أنا قناعاتي أو اعتباراتي في القرار هنا تدعم حمل عادل للحكم في هذه الحالة كانت صحيح ماشي احنا مهم كمان نأكد أن في نفس المباراة في ديالة 19 كان فيه راكل الجزاء اللي لم تحتسب لجونة والبرضو محمد عادل استدعى واحتسبت يعني احنا هنا بنتكلم في الحكم كان عنده راكلتين جزائي غيروا نتيجة المباراة وما خدش الكرار الفني داخل المباراة دي والهدف نفس وطاقم التحكم اه دي مهمة جدا حضرتك ايضا تعلق عليها عشان بس نكون بنعكس فكرة اللي سألت حضرتك على محمد عادل لأن ده أنا بقى بدأته من حيث حضرتك لازم حننتهي ان لو لم يكن حكم الفاق صحح قراءات الحكم كان حبا عندنا مشكلة كبيرة جدا في المباراة فارس هقولك على حاجة مهمة وحنا بنتكلم في ظاهرة الاسبوع وانا قلت ممكن من ضمن الحاجات من فضلك يا حكم لا تعول على حكم الفار يعني عش انت حاسد ان الفار حيلحقه في كل حالة اعتبر ان الفار مش موقف ودي من ضمن الزوار ان منعض الحكام بينزل مباراة يا فارس بيعتمد على حكم الفار احنا بقول الفار ده ادام مساعدة من فضلكم يا حكام مصر من خلال قناة النفلق اللي بقول لكم من فضلك انزل انسى ان فيه فار خلي الفار للحالات الصعبة جدا جدا لك انت تكون بعيد ما عندكش زاوية مشوفتهاش لكن الحالات مثل هذه الحالات حالات سهلة ودي من الظواهر اللي احنا بنقولها للحكام بيتور برقال ايه وخلي بالك هتكلم قبل ما تكلم في اللعبة قالهم اللي هروح للفار اكتر من المرة تقييمه عندي هيبقى تقييم اقل من الطبيعي دمع له ايه كل مرة هترح للفار فيها ويغير قرارك على الاقل هيتقصد من تقييمك ثلاثة من عشر من الدرقة هنا الحكام في رعب في خوف كل واحد نادل خايص طب لما انت خايص لابد عندك تركيز لابد عندك اهتمام لابد انك انت تكون عندك توقع بالمواقف والاحداث عشان تاخد انقرارات استحلح هنا محمد عالي زي ما حدتك قلت يعني انا بقول وجوده هنا في ركلتين جزاء الحكم لم يحتسبهم هو كان سبب في ان المباراة عدي بشكل جيد تمام يا كابتون وص عندنا مباراة زد وبلدية المحلة الحكم محمد عباس أبيل وحكم الفار مصطفى متحت عندنا بطاقة حمراء وركل الجزاء هنا كابتون هل ينا استعرض الحالة الاولى عشان دي الحالة بتاعة البطاقة الحمراء للاعب بلدية المحلة هو ده الفاري اللي احنا بنتكلم فيه هناك حكام تأخذ القرارات في الملعب دون استدعاء الفار محمد عباس أبيل وحكم من الحكام استعادين الوعدين اللي هو لسه يا دوبك الراجل في تور بريرا بيدي له استنادي صحيح وواثق فيه ده اللي احنا بنقوله النهاردة الراجل بيحاول يمنح الحكام استعادين الفارس وهذا الحكم أثبت نفسه في قرارين مهمين جدا يا أسامي عفارس في هذه الحالة اللي هو لم يتردد لحظة ارتكاب المخالفة والستارز رايح في وجه اللاعب هنا بنقول هنا يا كابتن هنا بنقول هذه اللعبة في القانون استخدام قوة زائدة بنقول ان الوجه ده منطقة حستاسة اي شيء بالحزاء بيروح في الوجه بطاقة حمرة ومباشرة وهنا الحكم لما تردد في نفس الوقت خد الحمرة لأعتراض ولكن هنا الفار أكد على قرار ان استخدام القدم في الوجه يجد معاملته بيئة البطاقة الحمرة وده اللي حصل فرار سعيم الحكم مبورا محمد أحمد عباس ومن صفة مدحة الحكم الزوار أكد على هذا وهنا يا كابتن ما نقدرش نقول ان الكرة كانت لأن الحقيقة في حرقة زيادة من لعب البلدية رجله كانت ما أنا بقول لك خلاص انت حلل بقى وانا ما هاعد الحركة الهدفية دايماً بنقول لأ الحكام ما قدرش طبعاً يا كابتن احنا بنتعلم من حضرتك الكلام اللي احنا بنقول لأ الحركة الهدفية حسبك عليها يا لعب يعني حضرتك روح تلعب تنكور نجحت في لعب الكورة ده مش معناه انت معفي من المخالف لو في حركة اضافية بقدمك أو بيدك أو حسبك عليها وده اللي حصل في هذه الحالة كان معانا حالة تانية في الديئة 58 ركلة الجزاء لصالح البلدية هل حضرتك ركلة الجزاء دي صحيحة ولا عند حركة رأي آخر فيها هنا الحكم كان قريب جدا جدا لو كان معانا اللقطة حنشوف الحكم كان عنده توقع به هذه الحالة يعني ايه قلنا دائما عندك توقع اشعر أو حس ان في حاجة هتحصل هنا الرجل هنا خدت مرتين ويحن نكلم على عركة ده فيها اسامة يا فارس في هذه الحالة هنا كان في حاجتين هل كرة القدم تلعب بهذا الشكل ده السؤال اللي احنا عايزين نوضحه بس هل كرة القدم تلعب بهذا الشكل أو الرجل المرفوعة دي اللي هي بتروح في الجزء العلو من جسم اللاعب لا طبعا هنا كان القرار هل المخالفة من الداخل ومن الخارج هنا الحكم لم يتردد في حتها بالمخالفة واحنا عنا الخط دايما لو اي جزء من الواقع على الخط يبقى الخطوط من ضمن المناطق المحيطة دي وبالتالي هنا كان ركل الجزاء لم يتردد الحكم وهنا بحي مصطفى متحت لان الحكمين دولا تأثير ما يتفارس في هذه المباراة لم يختلفوا والراجل كان عام يكون فيرم على القرارين هي بتاع حمرة وهي ركلة الجزاء استحيحة اذا حالة حالة ايجادة في مباراة زد وبلدية المحلة من حيث القرارات التحكمية نوعنا اخر مباراة مباراة فاركو وسراميكا واقل فرحان حكم ساحة ومحمود الدسوئي كان على الفار واعتقد لقطة من اللقطات الصعبة جدا في لمسة اليد بغض النظر عن التوقيت هي لقطة من اللقطات الصعبة لان اولا زاوية التصوير المرة دي ما كانتش في افضل الحالات سنان القرى ما بين مدافع ومهاجم فعايزين حضرتك تشرح حلنا بلغة القانون انا عاوزة اخذ رأيك يا فارس فيها انت الاول بس انت ايه رأيك في الابد والله كابتن هي فعلا انا مع عسامة في حتة كمان زاوية التصوير هي صعبة جدا انا عاوز القرار عاوز القرار هل في مخالفة ولا لا انا انا شايف ان هي ما فيهاش مخالفة بصراحة كابتن تمام يا سامة ايه رأيك فيها بص يا كابتن انا بشوف ان هنا القرب المسافة ما بين المهاجم والمدافع بتحول عن الرؤية ما بين رؤية المدافع للكرة وبالتالي بشوف ان المسافة قريبة جدا فممكن دي تتحط بالنسبة للمدافع ان ممكن القرى يعني تميل الى عدم الاحتساب نزنوا كابتن نصف في الاعتبارات اللي كان بقلنا عليه لكن هنا يعني احنا متفقين يا اسامة يا فارس ان يفيش مخالفة تمام احنا لسه انا لسه معرفناش رأيك انا بس احنا بطفق معك وطبعا والله مش مجاملة ان هنا لا توجد مخالفة لامس القرى بالايد وهقول اعتبارتي في القرار حددك اسامة كلمت فيه ان اللاعبين يعني يكاد يكون قريبين جدا من بعض يا فارس وهنا بنشوف الكرة هي تسقط على الايد يعني هي اللي بتنزل على الايد وهنا بنتكلم في وضعية اللاعب وهنا وفي المادة اتناشط بنتكلم على مخالفة تمس الكرة بالايد بنقول ايه لحكام خلي بالك مفهوم كرة القدم الحديث لابد انك انت تدرس وضعية اللاعب وهل الايد اللي انت كنت تتكلم تقول المهم انا حاسب اللاعب هل الايد هنا مبررة ولا مش مبررة هنا الايد مبررة نتيجة وضعية اللاعب في هذه الحالة اللي هي حركة الجسد وبالتالي هنا الكرة تسقط على الايد الايد هنا لم تتكد اي مخالفة بان هي راحت الكرة او كبرت محيط الجسد مهلا كان السمراء للعبة في هذه الحالة كان الافضل وهنا لا توجد مخالفة لامس الكرة بالايد ودي بالمعايير مش بالكلام بنطلع نقول لا دين الشكل الجزاء وخلاص لا هل بنتكلم بمعايير المخالفة هنا نتيجة كرب اللاعبين من الحدث والكرب تنزل على اليد واليد في وضع طبيعي مبرر لوضعية الجسم وحركة الجسم يعني كابت النصر حضرتك حطتنا في دائرة الأحداث الأخطاء التحكمية للجولة الثالثة ولكن سؤال أخير يعني البعض من خبراء التحكيم يعني بيوجه انتقادات لازعة جدا لرئيس لجنة الحكام ونحن لسه في الجولة الثالثة ولكن وصل الأمر أن بعض خبراء التحكيم بيوجهوا التحكيم أو الحكام نفسهم أنهم لا يستجيبوا لتعليمات رئيس لجنة الحكام شايف القصة دي إزاي شوفي كابتن خلينا نقولي التحكيم أفضل يعني التحكيم ليه أفضل علينا كلنا كحكام متعقادين خدنا حكام دوريين وكنا محاضرين وخدنا حاجات كتير من التحكيم التحكيم أكبر من أي شيء يا فارس أكبر من أي حد عندما يكون هناك لجنة الحكام الكل يجب أن يحتمها ويقفل بجانبها ويكون دائما داعمين ومساندين للجنة ولحكامنا من غير المعروف النهاردة أنا أسامة وفارس مصبريين عاجل الحكام وأطلع أقول الحكام من فضوكم يشتغلوا بمزاقكم بيش حد يشتغل بمزاقة كابتن كل التحكيم بمعايير بالسياسة لجنة حكام أنا هذا الكلام لا يجب أن يقلل الحكام لأن هنا لو الحكام ما عندهش ثقافة وفاهم هو فين بالضبط ممكن ينصق وراء هذا كلام وهتبقى كارثة أن كل واحد يشتغل بمزاقه لأ أنت حضرتك عندك نقض لجنة الحكام اتفضل أقوله ما يجي التطوير أقوله لو فيه نقاط سلبية أقولها عشان كلنا عاوزين التحكيم يبقى ماشي ويسخ مص النهاردة بنتكلم في حاجة مهمة جدا وهغدك يا أسامة وفاهمة في حاجة الحمبي ده الحكام حكام مباراة النادي الأحلي السنبة اللي هي المباراة الزهاب تعريبا من الزاقرة هذا الحكام دخل القائمة الدولية عنده 27 سنة هذا الحكام دخل القائمة الدولية 27 سنة النهاردة هو عنده 32 سنة حكم دولي يبقى له 5 سنين عارف يلعب كم كاس عالمي أسامة هو لازم تصنف من حكام النغبة الأفريقية عنده فرصة 3 كاس عالم يقدر طبعا بالزبط هو عنده 36 ودي رسالة رسالة بنقولها النهاردة عنده 32 سنة النهاردة هذا الحكم الدولي يبقى له 5 سنين خلي بالك من حكام النغبة وقدار مباراة كثيرة جدا فيه دور الأبطال وقدار 2019 بطير أمه أفريقية النهاردة يتحادف أفريقيا بيعول عليه عنده فرصة ده اللي يستهل اللي احنا بنقولها رسالة إيجابية للجنة للحكام والتحاد القائمة محتاجين حكم ما يبقاش عمد 40 سنة يخش حكم عمد 40 سنة و42 ساعة يا جماعة أو بالما ييجي كاس عالم يكون هو بطل وخرج انفض بكم جهزوا حكمكم لأن التحكيم المحلي من شأنه إنه هو يخرج لنا حكام في المحافل الدولية أشوف أسامة بيلعب اتنين كاس عالم يشرف التحكيم المصري أشوف فارس في كاس العالم يشرف التحكيم المصري من غير إنه هو يخش حكم صغير فمنت هتمنحه الفرصة والخبرات هيبقى صعبة جدا سؤال يا كابتن نصر عباس الخبيل التحكيمي والمحاضر الدولي تقدر تحكم على تجربة أي رئيس لجنة الحكام بعد قد إيه بعد مدة قد إيه عشان نقدر نقول رئيس لجنة الحكام ده عنده قدرة على إنجاح منظومة التحكيم أو إن رئيس لجنة الحكام ده احتمالات فشله أكبر من احتمالات نجاحه السؤال ده أنا هقوله للبعض اللي هو بيرتقى بريره هقوله لو حضرتك هتيجي تمسك لجنة الحكام محتاج قد إيه وقت عشان أقيم أدائك أقل حاجة حيقولها لي من فضلك الديني سنة كاملة أو موسم كامل أقيم أداء أقل حاجة إليم يكون حد حيقولي الديني سنتين أو موسمين واحد حيقولي ثلاثة أنا النهاردة بقيم بوتور بريره إحنا مش مع بوتور بريره ولا ضد بوتور بريره إحنا مع التحكيم وتطوير التحكيم يا أسامة يا فرس والله ملناش مصلحة وأنا مش هشتغل في الأجرة الحكام تاني يا بوتور يا بريره حضرتك أكدت ده أكتر من مرة أكتر من مرة ولكن أنا عشان أحكم يبع عندنا منطقة مصدقية الراجل نهاردة بسياسة جديدة بفكر جديدة يا فرس يا أسامة إزاي أنا النهاردة بدخل العقلية أو بدخل ثقافة جديدة للحكيم محتاج وقت النهاردة تلعت جولات مش هقدر حسبك لأنه شغله بدأ من الثلاث جولات دولة من فضلكم يا جماعة من فضلكم نحاسب الراجل على الأقل في نهاية الموسم ما نستعجلش لأنه هو بيطبق سياسة جديدة بيتفع بحكام جديدة عامل تصنيف جديد مش معه إن إحنا نستعجل وقول راجل يمشي لو الراجل عنده أخطاء بنطلع نقولها يا فرس يا أسامة بكل حيادية وهو الراجل أعتقد أعتقد بيسمعنا كويس قوي 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 كلي بالك الراجل بيسمعك كويس قوي قوي وبيشوف إيه اللي بيتقال اللي هو ممكن يستفيد منه صدقني صدقني لو في حاجة هتبقى مش موجودة من اللي انت بتشتغل به بس في النهاية ندل الراجل فرصة يا تغيري يا كابتن ناصر أنا عايز أسأل حراج سؤال واضح ومباشر في تغييرات بتحصل والراجل ده بيعملها وإحنا بنشوف في ناس عندها وجهة نظر مسبقة تجاه رئيس لجنة التحكيم الأجنبي حضرتك من منطلق إن انت دايما بتتبنى فكرة إن انت ليس لك مقرب وتريد مصلحة التحكيم وبتعلن وبتبادر يا جماعة أنا راجل بعف النفسي من الحرج وبعف النفس من الحرج أنا مش موجود في لجنة التحكيم عشان تحييد نفسك أنا بسأل سؤال هل حضرتك ترى إن التغييرات لإن فيه أخطاء أنا بقولها واضح جدا إن أول تلك جوالات فيه أخطاء وفيه أخطاء ربما واضحة هل حضرتك شايف إن قصاد الأخطاء دي بيحدث تغيير من وجهة نظرك كحكم لديك خبرة تستدع إن إحنا نصبه ركابة النصر ولا لأ مباشرة كده وحضرتك فاتح قلبك التغيير ده نستحمله لإن حيأتي بمرضود ولا أنت شايف فيه أخطاء وما فيش حاجة شايفها ولمسها تستدع إن إحنا نصبر سؤال مهم جدا وهبدأ بحاجة مهمة جدا وهي السياسة استواب والعقاب وهي دي نحن نشتغل عليها عندما يصيب الحكم أو يعني يبقى كويس الرجل هو أهلها كده صراحة يا فارس قال الحكم اللي هيبقى كويس ما عندش أخطاء هي لعب معي عدد عدد مباراة أكتر الحكم اللي يخطئ أين كان هذا الحكم من هو حكم كبير حكم صغير هيحاسب على أخطاءه هنا بدأ الرجل بإيه بإن اللي هيغلط هيحاسب وده المهم لأن أحيانا وأقول مش عادي أقول لجانب سبقى ولا أقول أحيانا الحكم الكبير يعامل معاملة مختلفة شوية في الأيقاف هنا الرجل واخد قراراته ما فيش كبير وما فيش صغير أنا أبدأ هنا بساس سابه العقاب عندما أشعر الحكم أنه هناك عقاب لتيجي تخطأ عن إهمال هو تم ارتكابه خاصة في وجود تقنية الفار مالكش حجة صحيح لا يجب أنك هنا الرجل هو واخد كياسة دية أعتقد يمكن البعض بيزعل منها شوية وده من ضمن بعض الحكم مش حبين القصة دي لأن كان عندنا حكم بتخطأ يا كابتن فارس يا أسامة النهاردة في الأسبوع الثالث وبيلعب الأسبوع الرابع النهاردة في الأسبوع الرابع ما كانش حد بيحاسب الحكام على الأفطار دي من ضمن السياسة الراجل بيتباحها مع حكامه خلي بالك صريح هو جدا يوم الحد أعتقد اللي هو مش العادل النفات كان هناك تحديل فني للحكام وجمع الحكام اللي هما كانوا في الجولة التانية ويبدأ يشتغل معهم بصراحة ويصرح الحكام وينقشهم بشكل جيد جدا جدا وصراحهم وقالوا وانت عندك خطأ وانت عندك خطأ وانت كان مفيد تعمل كذا وكذا وكذا هي دي اللي احنا المشرحة اللي احنا أنا دمنا بس منه منه حاجة واحدة بس كانت نفيد كرئيس لجمع الحكام من فضلك اطلع لما تكون في حالة جدلية يا خيرس ما تفشي الناس صحيح اطلع بأهواءها لكن بيرجي كان عنده ميزة كويسة أوي 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 بعد كل جولة بيطلع يجي من الحالات الجدلية بيطلع هو يجو الرأيه فيها وبيبرارها محتاجين منك يا مستر بيتور بيريرا فيش ما يمنع زي ما تلعت حلل المباراة الناد الاهلي وممكن حللتها بشكل كويس في حالات جدلية محتاجين انك انت تطلع تقول رأيك فيها لان بعض الناس بتقول انه هناك مصدر بيقول كذا لا انا مش عاوز المصدر انا عاوز بيتور بيريرا المسؤول قال رأيه في هذه الحالة توا كانت القرار صح للحاكم او القرار خاص دي من ضمن الحاجات اللي بوجهها لبيتور بيريرا يا ريت لانك انت بتنقش الجمهور والجمهور عاوز يعرف ايه انت تحليلك الحالات خاصة الحالات الجدلية بالتأكيد يعني يمكن كابتن ناصر يعني كان مداخلة مسمرة جدا عن التحكيم المصري ووجهت رسائل عديدة جدا هدفها ودفع لها هي مصلحة التحكيم المصري يعني دون اي مقارب بنشكرك بالتأكيد جدا جدا ويعني سعيدنا بيك وكانت مداخلة انا بشكر سامة اولا بشكر حضرتك وبشكر شكرا جزيلا جدا لكم كل مني كل التحية والتقدير بشكر ايضا في العمل اللي بقولي النهاردة برنامج خط حمر برنامج اعتقد ليش عادية جبيرة جدا ونلدي في مشاهدة عالية لنتيجة المصداقية وترحل قوادي وحلها بشكل منطقي مقنع لكل المشاهدين شكرا كابتن ودف دائما ان شاء الله شكرا كابتن ناصر عباس يعني كانت مداخلة مهمة جدا نتكلم فيها عن التحكيم لان احنا قلنا هنا في بار روم بسياسة مختلفة هذا الموسم هتكون عن كل اخطاء التحكيم لان الهدف الاول هو ان التحكيم المصري والشخص اللي قاعد قدامكم ده ييجي في يوم من الايام يقول لكم النهاردة اقدر اقول التحكيم المصري بخير نتمنى ان اليوم ده ييجي وان شاء الله يعني يكون قريب لو اتبعنا سياسات ولو اتعلمنا من مدارس اجنبية ولو بدأت قصة الحرب على اي رئيس لجنة حكام اجنبي من اول يوم انها تختفي لو قدرنا نتغلب على النقطة دي هيجي وقت من الوقات هنقول التحكيم المصري بخير نشوفكم بعد الفاصل وارجعنا لكم وبرنامتكم اللي خطة احمر وزي يا جماعة ما بتتكلم هنا التحكيم المصري عندنا قضية عادلة واعتقد بان قوي يعني على مدار يعني سنوات واحنا عندنا فكرة التحكيم قضية رئيسية وبان كمان معانا المسم ده ان احنا عندنا هدف احنا يا جماعة لما بننطقت حكم ولما بننطقت حال التحكيم عمره ما كانت القصة ان عشان النادي الاهلي فقط دوريين جزء اصيل منهم كانت الاخطار التحكمية لا احنا حتى والنادي الاهلي المسم اللي فات بطل دوري بننقض التحكيم حتى المسم ده والنادي الاهلي ماشي بشكل جيد بننقض التحكيم بس الهدف ايه لان لما نبدأ نستعرض وتروحوا معانا في الفقرة دي هتعرفوا حاجة اللي كان قسامة بتكلم فيها من شوية ونهى بيها لان يا جماعة قصة كلها في كده انا بقول فيه لبي تحكيمي وفيه مجموعة تحكيمية هي حرب تكسير عظام طول ما انا بره مكرة الخبير الاجنبي هتعطلني كتير جدا واقعوا اتصدقوا اللي بيقول دلوقتي انا بره يا سيف انا بره يا ابراهيم ومش هدف ان نرجع تاني وخلاص انا زاهد التحكيم يا ابراهيم اوعد صدقوا الناس دي اوعد صدقوا الناس دي الناس دي تسببت كتير جدا كتير جدا في تأخير التحكيم المصري لسنوات وبص على المنتج النهائي اللي ما عندكش فيه كان حكام في اي مباريات قوية في افريقيا ولا بين المنتخبات عشان تعرف ان اللي بيحصل دلوقتي ومحولة الاصلاح انت عامل زي اللي استلمت مريض يا اسامة جسمه متهالك عنده امراض كتير جدا ولما بدأت تحاول تدي علاج طبيعي في بداية العلاج هو حيضعف اكتر وحيضعب اكتر ولكن فيه ناس اساسا عايزة العلاج ده ما يتمش ابدا هم عايزين لها ابو دايما وعشان كده هم ماشيين بقالت انا واخوة على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب وفيه على خفيه اه لما هؤل مصريين ايه يعني خبير تحكيم مصري وخبير تحكيم مصري ده رئيس لجنة حكام سابق وده رئيس لجنة حكام أسبق ده بيطلع ينتقد المصري لما يكون موجود عشان يدخل والكلام ده يعني ما بنقصدش بيه حاجة هو في النهاية مصلحتنا ان يكون انا موجود رئيس لجنة حكام ولا مصلحتنا ان التحكيم المصري يكون بخير احنا مصلحتنا ان التحكيم المصري يكون بخير عشان كده غير مبرر على الاطلاق فكرة الهجوم على كل رئيس تحكيم أجنبي بالمناسبة له أخطاءه واحنا الى بنا ننتقدر الأخطاء ولكن هي الفكرة كلها فيه رفض ان المنصب ده يكون رئيس لجنة حكام أجنبي لما ييجي يتقال اصلا لوا ومشتغلش تحت ايد مجند فييجي واحد يقول لهم خد بالك بقى ده وانت حكم انا كنت خبير ده وانت حكم انا كنت خبير وده اللي عامله بريرة لما واجه رسالة من خلال برنامج الزميل كريم رمزي قال بوضوح لكابتنا صامة فتاح لما جات صورته قال كان حكم في كأس عام 2006 وانا كنت محاضر لما جات صورة كلاتنبرج حتى قال كان حكم وانا كنت محاضر فالشماعة اللي كان بتعلق عليها انتقادات كلاتنبرج مش موجودة عند بريرة فلماذا يتم الهجوم على بريرة من اول تلات جوالات في وجود اخطاء زي ما كان فيه اخطاء بالتأكيد في الخبير التحكيم رئيس لهم حكام المصري يا أسامة ده احنا عندنا رجل زي بريرة كان في الدور البرتغالي وفي الدور الروسي والتعامل معادي الوقت ده جماعة كأنه راجل جايبينه من الشارع كلاتنبرج كان ايضا في دوريات كتير جدا وراجل ليه باع وفي الدور اليوناء وغيره وكأن الراجل ده يعني احنا اضحك علينا وجايبين احد وانا جماعة بقول انا بشوف فيه اتنين لهم كل احترامهم لهم تاريخ في التحكيم المصري ما عنديش مشكلة ولكن هم اتنين محللين وكان زي مقسامة بيقول واحد صابق واحد أسبق انا بحس واحمد السق وهم بيبوسوا بعض هو ده المشهد بالظبط احنا عندنا هدف مشترك بنحقاو وبعد كده نتفاهم النهاردة ليك بكرة ليه المهم ان احنا بعد كده نتخانق من خبير ما هنتفاهم بقى انا ما عنديش مشكلة تخانق معاك بس انت راكب حمشيك وانا اللي حركب بدالك فيا جماعة انا بشوف الناس دي والله يا العظيم ما احترامي لكل الناس اللي بتستضيفهم الغرض وحتى ما احترامنا ليهم الغرض مرض انا ما عنديش مشكلة معايا حد يكون خبرات التحكمات كبيرة ولكن انا وانا طالع واضح ان عندي لما انا اجي اقولك ان الف بيه كده انا رفضت خبير التحكم الاجنبي يبقى فكرة ان انا جيبك ورهقك في تحليل حالات وفي وجهات نظر سدقون يا جماعة دي فكرة عمرها ما هتوصل ان احنا نطور التحكم لان الجايب حد كده كده مش مقتنع بالتجربة فيبقى انا حستفيده وعشان كده بريرة هنا دورنا ان احنا نسمع كان بيقول ايه في الحالات ونبدأ بمباراة الاهلي والاسماعيلي ونشوف رأي بريرة في الحالات اللي كانت موجودة في المباراة اللعيب المدافع كان موجود في المكان ده لما كان المهاجم بيغير اتجاهه فيعني هو ما تحركش المدافع ما غيرش مكانه متواجد في المكان واللعيب الاخر هو اللي غير اتجاهه وبالتالي انت شايفة مش ضربة جزائه لا تستحق دي برضو حالة ان اللعيب يعني كلهم جنب بعض والاحتكاك كان بدني فقط يعني كانت الاياد ما كانش احتكاك كان بس على الكورة وكان ما كانش فيه احتكاك واضح انه هو بيوقع اللعيب او اللاعب على الملحب كان ده رأي بريرة في حالتين يعني كان كابتن نصر عباس معانا وكان عنده نفس التحليل ونفس الرؤية وزي ما بنقول يا جماعة احنا هنا بنعرف بريرة عشان نؤكد ان الراجل بيتكلم لرأيه بيحاول يغير وبيحاول وقال ان فيه غلط هنا عند الحكم وده شيء يحسب للراجل ونتمنى بقى انه ما يكونش ببرنامج تلفزيون نتمنى زي كلاتنبرج كده ونتمنى من اتحاد القرى يكون عند وسيلة للتفاهم مع رئيس لانجل حكام ان بعد كل جولة يعني يخرج فيديو زي ما كان بيخرج كده يوضح الحالات المسيرة للجدل لانه ده افضل شيء خاصة ان الراجل بيمتلك رأي واضح جدا ومعندوش ادنى مشكلة ان هو يقول على رأي او قرار حكم ان الحكم ده غلط بدليل الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي احنا شفنا هنا ان كان مستحيل ان الحكم ممكن يشوف اليد او حالة لمس الكرة في اليد كان سريع جدا وكان صعب جدا على الحكم ان هو يشوفها بس بعد الفيديو بس بعد الفيديو بس بعد الفيديو بس بعد الفيديو احنا كنا ممكن نشوف حكتين اولا ان بالطبيعي هو اه هاندبول هي الكرة لمس التلياد لان الزراع فعلا بيكبر حيز الجس ومن هنا هو موجود فين اللاعب نفسه فاللاعب موجود قبل خط الخلف ورا منطقة الجزاء بس ييدو على خط منطقة الجزاء فطبعا هو كان ممكن يكون بانالتي بس من هنا خليني اقولك تاني ان كانت صعبة جدا على الحكم ان هو يشوفها بالسرعة دا بس خليني اقولك من هنا ان دا كان ممكن وكان فيه ان الامكانيين ان هو يحتسب البانالتي دا انا عايزك تغمض عنيك ثلاثة ثواني بس وتتخيل ان الكابتن عصام عبدالفتاح اللي عاد بيعلق على لقطة دي كان يقولك دي في الجري اريا يا سيف دي خمسين خمسين لكن الراجل طلع قالك ايه قالك ضرب الجزاء واحنا هنا بنعرض اخد بالك والرأي دا لمصلحة نادي الزمالك لان دا كانت مباراة الزمالك ولمأولين العرب ومعندناش اي غضادة اننا نعرض دا لان دايما بنقول هنا في فالروم بنتحدث بقراء خبراء التحكيم فلما يطلع رئيس لاجلة الحكام يقول حاجة لصالح نادي الزمالك يعني مستحيل تلاقينا نغض الطرف عنها لان احنا هنا دايما بنقول بنشوف بالعينين بنشوف اللي لنا وبنشوف اللي علينا وبنفس المبدأ دا قد تأتمنى من فريق اعداد الزميل كريم رمزي ان هو يعرض له في نفس المباراة لقطة حاتم سكر ولقطة الطرد في ديئة 48 او ديئة 3 من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوت الاول عشان يبقى برضو بنعرض في المباراة الحالتين لكن احنا هنا ما عندناش اي مشكلة خالص عشان كده قلبنا جامد او في قصة التحكيم قلبنا جامد من اول ما البرنامج دا اشتغلنا فيه وعملنا فالروم واحنا قلبنا جامد ليه بنجيب اللي هنا وبنجيب اللي هنا مش هتلاقي عندنا هنا اصلي الحالات مش جاهزة او الشريط خلص او عديها هنا هتلاقي الحالة بتيجي برأي خبير التحكيم ولكن زي ما قلت كده جبنا لقطة ركلة الجزاء وقال بريرا بمصطلحات واضحة وصريحة في التحكيم ان الكرة دي تحتسب ركلة الجزاء كان المفترض من وجهة نظرنا ان يتم عرض حالة حاتم سكر على بريرا خاصة انها في نفس المباراة بالزبط لما جات لقطة بيرسيتاو وجات لقطة علي معلول هنا وهنا نتمنى ده اللي يحصل في الاعلام الرياضي واعتقد يا فارس يعني احنا هنا لا نغجل في اننا نعرض اي اراء تحكيمية اي ان كانت بتصب المصلحة مين طبعا لان عندنا ثقة ان في النهاية يعني سينتهي الامر اما لصالح النادي الاعلي او كتير جدا من الناس اللي بتدعي مظلومات تحكيمية يعني ده حيضحط بالكلية يعني وجهات نظره ولكن كمان بيريرا كان عنده طرد بما ان هو كان في احد الكرات يعني هنا زي ما وسانا كان بيقول كان ده الزمالك مستفيد منه فاعتقد يعني فكرة اغز بنصف رأي بيريرا في مشكلة لان في مباراة اخرى وهي الحالة الشهيرة بتاعت محمد عواد اعتقد بيريرا كان عنده رأي واضح وصريح فيها هل هي تستحق الطرد ولا لأ نسمع بيريرا ال اي ونرجعنا بالضبط ده في زقة صعبة جدا بالايدي واشتباك الحكم كان من هنا كان ممكن يبص ويشوف الحالة الحكم المساعد كمان كان ممكن يشوف من خلف اللاعبين الحالة فدي حالة كان مفروض يكون فيها دي كان مفروض يكون فيها حالة كانت الحمد القلاوي دي عايزي المبراء طيب هنا ممكن نروح لنقطة تانية ان كان يعني دي مش الحالة بتاعة اهو حاصل ولكن هنا الحالة اللي اتكلمنا فيها طبعا كتير جدا وقتها بتاعة حسين السيد يا جماعة هنا بنأكد على مدلول تاني ربما يعني جال فيديو ده لانه يفيدنا ان احنا نأكد على حاجة الراجل ما عندوش اي مشكلة في نفس الاتجاه برضو في المباراة اللي كان فيها حماد القلاوي ما قالش بقى حاكم صغير ومحرقوش واقول لا قال القرار كان خاطئ وكان واضح وصريح ان فيه ركل الجزاء وكان لازم استدعاء الفورلي ان هو ياخد بالرأي ان كان فيه مخالفة واضحة وصريحة لان هنا فكرة محولة ان الحكام وربما يا جماعة انا بقى لو خيرت بين امرين هاختار حاجة واضحة لو خيرت ما بين ان الحكام يخاف ويغلطوا لان هيتعجبوا من بريرة ما بين ان هم مع رؤساء لجان صابقين ما يخافوش اصلا ان يغلطوا لان كده كده مش هيتعجبوا لا الحكام يخافوا لان يا جماعة الحكام لوقت كبير جدا يتعودوا ان اغلط هتلعب وفي بعض المباريات وخصوصا لطرفها النادي الاهلي اغلط هتاخد مباريات اكتر ده ودى التحكيم لحتة صعبة جدا اوسامة فلو انت خيرتوا ما بين انك تخاف وتغلطوا او ما تخافوش خالص ان انت تغلطوا لا كبما الحكام تخاف ده شيء ايجابي جدا بالتأكيد يا فارس وعشان بس يكون برضو معيارنا واحد يعني في مباريات المصري وفارقه كان فيه ركل الجزاء للنادي المصري نتيجة دفع واضح لحسين السيد وايضا لم تعرض على بريرا فطبعا يعني احنا هنا بنقول الحالات اللي تعرضت يعني بشكل ممكن كان بريرا نفسه ما كانش مستعد لها وبالتالي تم بس عرض بعض الحالات عليه مش كل الحالات لكن احنا هنا بنوضح ان كان فيه للمصري ايضا كرة مشابقة وتحديدا دفع لحسين السيد نفسه اللي دفع وبالتالي ايضا بنشوف هنا اللي هنا واللي هنا برغم من الاهلي مش طرف لا هنا ولا هنا لكن نروح للفيديو اللي كان بيكلمكم عنه فارس وهي قصة طرد عواد امام البنك الاهلي زي ما هنا كان قرار ضد مصلحة نادي الزمالك وعدم احتساب ركل الجزاء في رات الزمالك ولم يقولين كان فيه كلام وربما ربما اجتمع خبراء التحكيم باسمناه الكابتن نصر عباس على ان عواد طرده غير مستحق نشوف رد او تعقيم مستر بريرا على كرة محمد عواد ومبارات الزمالك والبنك الاهلي دي لحظة طرد محمد عواد حارس نادي الزمالك من الكابتن محمد معروف في مبارات الزمالك والبنك الاهلي وكثير من المحالين تحكيم قالوا انه الكرة لا تستحق طرد رأيك فيها ايه رأينا التالي لما حارس المارمى يخرج بر منطقة الجزاء ويلمس او يشتسب خطأ على الخصم دي كانت دي كانت كانت فرصة كبيرة للتهديف فبالنسبة لي دي كرة حرة وتبقى كارت أحمر فلو كانت حاجة تانية كان ممكن يبقى كارت أصفر وفول عادي بس انا بالنسبة لي بالنسبة لي في الوقت ده التحرك ده لمس الرجل اليومنا لللاعب وهو دوت اللي خلي يقف فبالنسبة لي دي ده قرار كان قرار صحيح دلوقتي تبقى تبقى فرصة تأكد دي كانت فرصة تهديف وبالنسبة لي هو كارت أحمر صحيح وبالنسبة لي دي كانت ضربة حرة صحيح يمكن الرأي ده ما يكونش على هوا بعض المنتمين اللي نالي الزمالك ولكن لو انت مش عايز تاخد رأي بريرة رئيس لجنة الحكام في اللعبة دي فما ينفعش تستند عليه في لعبة مباراة الزمالك والمقولين بوضوح شريط جدا يتاخد رأي الخبير التحكيمي كامل في الألعاب دي يا إما تتجاهله كامل ولكن احنا هنا بنعرض لك رأي رئيس لجنة الحكام وانت عليك أن تقتل خطاب غريب جدا يعني الحد يسمع كلامك وياخد يا ده كل حاجة مكتخدة مكتزقة يعني ده مدرسة ومنهج يعني ولهكن فيه أيضا مدرسة ومنهج لأن بقى عايزين نوصل لكل اللي احنا اتكلمنا فيه ده لأهم نقطة وهي يا جماعة الناس اللي بره لجنة التحكيم بجد عايزة تساعد وعايزة تطور ولا الناس بقى التبص على الكرسي والناس بدأت تبص لفكرة إن أنا شايف إن حقي وإنا شايف إن فرصتي وإنا شايف إن أنا أولى واعتقد لازم نرجع نستدقي فترة كابتن عصام عبد الفتاح ونفكر في حاجات كتيرة جدا ونفكر في روح بروتوكول ونفكر في احتواء ونفكر في حاجات كتيرة جدا خلت كابتن أحمد الشنو في مرة في التحليل يطلع يقول يا جماعة الأخطاء كلها في اتجاه واحد كنا هنا بنعملها بالنقاط وقلنا نتحدى أي حد يرد لأنها بقرأة خبراء التحكيم ونرجع نشوف بريرا في بداية تنجربته بعد ثلاث أسابيع بيتقال إيه مقارنة في فترة كابتن عصام عبد الفتاح من كابتن جميل الغندور نسمع ونرجع نعقق بريرا عصام عبد الفتاح عصري مين أفضل؟ لا طبعا عصام عفتاح عصام عفتاح عصام عفتاح أضرب مفيش حد أولا مفيش حد فينا لعنده لهو ملاك ما عندهش أخطاء كل واحدنا له أخطاء وكل واحد فينا له أسلوب ولو طريقته لكن بالأرقام يعني أنت لسه تسألني بتقولي التحكيم المصري في ثلاث أسابيع إحنا لو لو عرضنا في ثلاث أسابيع يعني سبع وعشرين مباراة معرفش مباراة متأجلة ولا لأ تقريبا معرفش مباراة مباراة واحدة أو اتنين حمسة وعشرين سبع وعشرين مباراة لما المتكلم عن كمية أخطاء كبيرة مؤثرة لا ما حصلش في عصر عصام عرفتاح كم خطأ بلوة الأرقام أنا مبارح تبعت على فكرة ياسر عبد الرقوف المحلل للتحكيم القناة وياسر عبد الرقوف ذكر حاجة تأكدت منها النهاردة لأن أنا مبارح اتفاجأت بيها أني عندي اتناشر ركلة جزاء منهم تلاث ركلة جزاء غير صحيحة وتسع ركلة جزاء ما تحسبتش في ستة وعشرين مباراة لا بقى لازم نوقف بقى لازم نوقف طيب كابتن جمال مش هيوقف عند تجربة فيها معايير كتير جدا مختلفة فيها تعامل مع حكام بشكل مختلف وحيوقف عند حتة أن دي تجربة وفترة أفضل على كابتن عصام عبد الفتاح بص احنا هنا هنوسل الحالة اللي بتحصل اللي احنا تكلمنا فيها في بداية الفقرة دي أن اللي موجود برا بيهاجم اللي موجود جوه هنجيب لكم تصريح للكابتن عصام عبد الفتاح وهو خارج لجنة الحكام وبيتكلم عن الكابتن وجيه أحمد وبينتقد فيها الكابتن جمال الغندور أنه بينتقد الكابتن وجيه أحمد لأن طبعا الكابتن عصام فتاح كان عارف التارجد بتاعه كويس قوي وهو رئاسة لجنة الحكام نطلع نشوف الفيديو مهما عملنا معاها وهجم ده يعني من وجهة نظرك الهجوم ده إيه يعني هو هجوم ممكن أنا مش عاجبني الكابتن وجيه ممكن عندي خلافات مع الكابتن وجيه أنا بكلم بكل صراحة فممكن خلاص بحاول أهاجم بحاول يعني أعمل بعض المشكلات اللي ممكن تدي صورة لرأي العام واللجنة الخماسية المسؤولة عجبكورة حاليا أن الناس دي مش كويسة أن اللجنة دي ضعيفة فده ده اسلوب ضعيفة وده اسلوب الفاشل أنا مكلم بكل أمان والله بكل صراحة ما بيحبوش بعض إليه؟ ما عرفش إليه يعني حاجة غريبة رغم أن هم الحلقة الضعيفة لكن أنا بقول أن هم اللي أضعفوا نفسهم أنا واحد منهم وبتشرف أن أنا أنتمي إلى أسل تحكيم لكن الحقيقة هم اللي أضعفوا نفسهم بنفسهم بيه اللي بيعملوه الحقيقة يعني الحقيقة يمكن الأيام اللي فاتت دي شفتش بعض الحاجات الصعبة جدا الصعبة جدا اللي حصلت من ناس لا يمكن كنت أتصور أن هم ممكن يهجموا التحكيم بهذا الشكل ولكن واضح أن في ناس عمرها ما تتغير بكل أمان دي حقيق يعني أنت لو تشوف اللي بيحصل دلوقتي في الواصف التحكيمي مثلاً واحد بينادي بيكون عندنا مدير فاني للحكام طبعاً لهدف نفسه يعقوب دا مش موجود في اللواية على أقل لما حلل أكون عارف القانون بشكل كويس كابتن جمال اللي قال كده معي في المدير فاني معي أنا لا احترام لكابتن جمال هناك في لوائح بتحكمنا في لوائح الفيفا في حاجة اسمها دلوقتي على فكرة دا ليك أنت دا هيعمم على كل دول أفريقية خد بقى كلام كابتن عسام عبد الفتاح دا واطلقه على يعني خبراء التحكيم قال لك أسلوب الفاشل أسلوب الضعيف الموضوع بيرجع لخلافات شخصية الموضوع بيرجع لو أنا بره وعندي مشكلة مع اللي موجود جوا وللأسف وأنا بنتمي طبعا للاجل التحكيم وبيشرفوا الانتماء لخبراء التحكيم ولكن هم اللي أضعفوا نفسهم بمثل هذه الأمور الشخصية اللي بتدخلوا عشان كده أنا هطرح سؤال لكابتن جمال غندور هل رسوب بعض الحكام الخمسة في اختبارات الحكام هي دي اللي دفعت القصة من البداية كده إننا نهاجم رئيس لانجلة الحكام لو قلت لكم الخمس أسماء هتكتشفوا إن في اسم مرتبط ارتباط شخصي بالكابتن جمال غندور أتمنى إن احنا نعبر هذه المرحلة ويبقى عندنا دعم لأي خبير تحكيمي جاي يصلح أخيرا سريعا أقوبات ربطة الاندية تم إصدارها بعد الجولة التالتة ولم تجد أي عقوبة لأي جماهير خرجت عن نص ضد أي حكم وكأن الأمر مرتبط فقط لغير إننا مش هنعاقب أي جماهير أي نادي إلا إذا عقبنا جماهير النادي الأهلي معها ده أول نقطة النقطة التانية نتمنى الضبط في مترجم نادي الزمالك لأنه بيتعرض لعقوبة ومعاقب يعني عنده أربع مرات عقوبة وطلع مدرب نادي الزمالك تحدث عن عقوبته ومعاقبة مترجمه طلع وعمل أيضا سلوك غير رياضي في مباراة المفترض هو ما يكونش متواجد فيها فخد عقوبة مبارتين نتمنى أن رابطة لعندية تنظر لمثل هذه الأمور ونتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم ونشوفكم على خير والأهلي دائما منتصرا الأهلي فوق الجميع اشتركوا في القناة